اهلا بكم النهاردة يوم مهمة جدا في عالم العيون بس انا خليني اقول لكم كم حاجة كده الامهات ياخدوا بلهم منها قوي عشان عيون اطفالهم اول حاجة اللي ست ارجوكي ما تحطيش اي مادة كيميائية في عين الطفل حديث الولادة حاجة تانية ارجوكي ما تحطيش كحل في العين الطفل او بصل في عين الرضيعة انا ما عرفش مين ممكن يحط عصير بصل في عين الرضيعة انا ما نحطيش بصل انا حط عصير بصل معرفش دي هل دي موجودة او ولا دي يعني انا كانت من اللي بيقولي ده بيحطوا عصير بصل يخرب بيوتهم عصير بصل ايه كمان ارجو بقى من الناس الكبار ما تمدش ايدك على وش الوات مش تقعد بقى ياخدش حلوة ياخدش جميلة وتقعد تعمله كده ارجوك ما تحطيش ايدك في عينه تقول منظفهالو كده مثلا انا شايف شايف ان عينه لا ارجوك ما تعملش الحركة المجنونة دي كمان التزم بالقطرة القطرة اللي اكتبهالك التزم بيها والقطرة لها التزمات خاصة لازم تحط في حتة معينة ما نفعش اي حد يحط منها تاني لها سباير ديت بلاش القطرة اللي من 2012 اللي لسه لغاية دلوقتي بتحطيها في عين الوقت يعني فيه ناس كده يعني فيه ناس بتستهبل عطرة مثلا بقى لها سنتين ثلاثة ارجوك ما تخليش الود يوقف عينه في اضاءة يعني ما تخليش الود مثلا انه تطلعي معزومة ده انا مرة شفت منظر يعني حاجات غريبة بتحصل ناس جايبة اطفال رضع في حفلات حفلة شايلة الود وفي الحفلة والاضاءات في الحفلة بقى ساطعة بتعارفين اللي حفلات فيه البتاعات اللي بتلف والليزر والحاجات المجنونة دي حاجات دي خطرة جدا على فكرة يعني مش شعر الاضاءات الليزر والاوفر ده ده اوفر جدا جدا وخطر على العين وجايبة الود معها والود عمال تفرج والود عمال طبعا عينه الليزر عمال يخطط في عينه ارجوكم هذا خطر داهم النهاردة الوضوع مهم جدا هقول لكم هو ايه بس الاول ارحب بضيفاتي التي تبدأ دائما بنسمع منها كلام اكاديمي على الارقى مستوى كلام ملتزم ملتزم من ناحية العلمية طبعا اكيد اكاديمية لازم نسمع منها هذا الكلام لما يكون من يعني اكاديمية في كلية الطب لازم نسمع كلام اكاديمي طبقا للكتاب ضيفاتي العزيزة لأستاذ الدكتوراه نرمين البدوي استشاري طب وجراحات العيون والأستاذ المساعد لطب وجراحات العيون وصاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وزميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون والجمعية الامريكية لطب وجراحات عيون الأطفال والحاول والجمعية الأوروبية لطب الأطفال اهلا بيك دكتوره نرمين اهلا بيك دكتوره النهاردة عندنا موضوع مهم جدا اسمه الرقرقة او نستجمس ايه هي ايه هي الرقرقة العين هزة العين بالضبط زي ما حياتك قلت كده هي يعني نقدر نسميها هزة العين الرقرقة او النستجمس زي ما حياتك قلت هو عبارة عن حركات متكررة لا ارادية بتحصل للعين في اتجاهات ثابتة ولا يمكن التحكم فيها يعني ان احنا بنشوف بني ادم زي ما احنا شايفين كده عينه طول الوقت بتتهز سواء من اليمين للشمال او من فوق لتحت او بطريقة دائرية هي مجموعة من الحركات اللا ارادية المتكررة التي تصيب العين دي منذ الولادة؟ بتعتمد على امتى المؤثر حصل وهل المؤثر ده هو مثلا خلقي ولا نتيجة اصابات حصلت في سن كبير؟ يعني اه طبيعة هي ممكن تحصل طبعا في الشهور الاولى من العمر لكن برضو هي ممكن تحصل لحد في سن كبير لو حصلت اصابات مثلا للجهاز العصبي او نتيجة تتناول نوع انواع معينة من الادوية او من المخدرات ممكن تسبب ان هزيه الرقرة تحوص ايه زعيم عادل امام في فيلم ما اسمه المتسوي مثلا يعني فانت لأ كده بدأ من معينة عينك مش هتتحرك لا ارحمه بقى الفنان الجميل سيد زيان الله ارحمه ويحسن انك الرجل عظيم جدا سيد زيان في فيلم ده كان بمثل دور جميل اوي يعني اللي هو زعيم الشحتين قال لك انا هخليك اه يعني هخليك اه ابن ناس شحات ابن ناس هو اللي مش شايد فطبعا القصة دي ان انا عرف ان ده بيتدعي فهو طبعا كان بيتدعي ما كانش بيشوف كان بيشوف فهي ده ده اللي بنسميه الفيسيولوجيكال او الرقرقة الطبيعي في مثلا اي بني ادم طبيعي لو بص على اطراف مجال الرؤية بتاعه لو جاب العين للاخر خالص هنلاقي ان عينه بتتهز شوية يعني لو ام لقت ان الطفل عينه بتتهزف في اقصى اتجاهات عينه مش اللي هي الرقرقة اللي زي شايفانها ممكن عينه بتحاول ان هي تركز وترجع تاني ده شيء طبيعي فيه اختبارات احنا بنعملها للحواس الاخرى مثلا يعني زي الاختبارات للاذن احنا فيه بنقدر ان احنا بطريقة معينة بتبقى غريبة شوية انه بتحط مياه في الودن بدرجات حرارة معينة بتخلي العين تتجه نحية الودن او تتجه بعيدا عنها والانسان برضو ما عندوش القدرة على التحكم ده بتدل على امراض معينة موجودة في الودن كل اللي احنا قلناه ده لا يندرج تحت بند الرقرقة المرضية كل دي رقرقات طبيعية فيسيولوجية تحصل لأي انسان طبيعي لو اتعرض لها ايه بقى الرقرقة المرضية؟ زي ما اسمها بيقول كده ان هي رقرقة نتيجة لمرض ما يا اما المرض ده في العين او مرض وراسي او مرض في الجهاز العصبي بمعنى انه في حاجة اسمها sensory deprivation nystagmus او الرقرقة النتيجة عن الحرمان من المؤثر احنا عارفين ان عين الطفل قلناها قبل كده كتير مش العين اللي بتشوف الرؤية اللي بيشوفها البالغ العين دي في مرحلة تطور ونموه في الوظائف بتاعتها لغاية اول سنتين ثلاثة اربعة من العمر وبالتالي اي مؤثر بيأثر على العين في الفترة دي يا اما بيأثر على وظيفتها او بيأثر حتى على علاقتها بدل مخ وبالتالي لما بيتم الحرمان من المؤثر والمؤثر بالنسبة للعين اللي هو الرؤية النور الصور اللي هي بتشوفها والصور هي عبارة عن عكسات للنور فالمؤثر بالنسبة للعين هو يعتبر النور اي حرمان من المؤثر ده نتيجة لمرض في العين ممكن يسبب الرقرق لو في مشاكل في الجهاز العصبي لو في مشاكل في المخ او في المخيخ او في اجزاء الجهاز العصبي ممكن كل ده تكون وراثية او تكون لأي سبب من الاسباب اللي احنا قلناها العين بيشتكي من ايه؟ العين بيشتكي ببساطة باللي هو باللي احنا شايفينه ده ان في رفة ان في هزة الامة بتلاحظ ان عين الطفل او البالغ بيلاحظ ان عينه على طول مش سبتة او بيشوف الحاجة كمان بتفاز علشان بقى زي يعني ما قلنا قبل كده ان العين دي عضو بيتطور وبيطور علاقته بالمخ المخ ما بيتقبلش الصورة المهزوزة دي وبالتالي ممكن يعمل علاقة تكيفية اللي هي تنال بوينت او اللي فيه النقطة اللي مفيهاش الرقرق دي دي بتحصل في اتجاهات بقى على حسب اتجاه الرقرق سواء هي كانت عرضية فيعوج الوش الجنب لو هي سايكلو يعني بتلف العين بتعمالة زي البندول كده عملت فممكن يعوج راسك على حسب نوع الرقرقة ممكن تؤدي الى هذه العلاقات التكيفية مع المخ فممكن يا اما احنا نشوفها عن طريق انحراف في الراس او انحراف في الوجه او ممكن تبقى اللي هي نتيجة ان احنا بنشوف عين قدامنا عمالة تتهز اصغر سن من في الوراث في الشهور الاولى من الطفل خصوصا الانواع اللي هي الوراثية او الانواع الخلقية او حتى السنسوري ديبريفييشن او اللي احنا بنسميها ناتجة عن الحرمان من المؤثر في الشهور الاولى من العمر الحرمان من المؤثر ده بيؤدي لمشاكل كبيرة جدا في العين منها الرقرق وبالتالي هي ممكن تحصل منذ الشهور الاولى للولادة هيجيلك العيان اهلوا عايزين نتعالك للأسف هي الرقرقة من الحاجات اللي صعبة قوي علاجها في امراض العيون خصوصا لو ما تلحقتش في مرحلة مبكرة اولا زي اي مرض لازم نشوف المسبب بمعنى ان لو هي زي ما قولنا نتيجة حرمان من المؤثر مثلا ان فيه مية بيضة في العين لازم المية البيضة دي تتعالج لو كان فيه مشاكل في الرؤية يعني الطفل ده محتاج يلبس نضارة لازم يلبس النضارة لو اي مشكلة في العين تسببت في حدوث كسل في العين لازم يتم علاج كسل العين الاول قبل التعامل مع المشكلة الرئيسية فيه مجموعة من الأدوية ممكن برضو استخدامها في علاج رأة العين فيه ناس بتستخدم حقا البوتوكس بحيث ان هي تعمل ضعف في العضلات اللي عمالة تشد العين يمين وشميل لكن للأسف دي من عيوبها ان هي يعني مش predictable مانيش متوقعها تضعف العضلة لأني درجة وممكن تسبب مثلا نوع من أنواع الحاول وفي النهاية لو الطفل ده لان مش كل أنواع الرأة عندها القصة دي لو عنده النول بوينت اللي احنا بنقول عليها او نقطة الصفر اللي ما بيبقاش فيها الرأة احنا بقى بنعمل جراحة نعدله النول بوينت دي بمعنى زي ما قلنا لو هو بيبص بجنب لأ احنا بناخد العينين هي اللي نعدلها بنعمل زي جراحة حاول ثنائية في العين نحرك العين بحيث ان النول بوينت دي او النقطة صفر دي تبقى في الاتجاه الاساسي البرايمري فوزيشن اللي هو باصس بيه لحضرتك بحيث انه على الاقل الطفل ده ما يبقاش باصس بجنب او طول ما هو باصس اللي قدامه عينيه بتتهز بننقل النقطة دي ان هي تبقى في الاتجاه الاساسي اللي هو بيتعامل بيه مع الناس بحيث انه لما يبصوا قدامه كده العين ما تتهزش بالزبط كده بالزبط كده ده الاسلوب العلاج الامسل فيش اي اساليب علاجية اخرى فيش اي اساليب علاجية دي كل انواع العلاج سواء كانت اساليب غير جراحية زي ما احنا قلنا عن طريق علاج السبب الاساسي او عن طريق النضارة او تحسين النظر عن طريق مثلا عدسات اللسقة ماشى عن طريق الليزك كطفل لايمكن هنستخدم الليزك مهما كانت مشكلة نظره او بصره الا في حالة واحدة بس ان هو يبقى فيه فرق كبير قوي بين العينتين لغاية مثلا عشر ديابتر وفي الحالة دي مش هتبقى نوع من انواع الرقرقة فدي لا تندرك تحت البند اللي احنا منتكلم فيه لكن هيتم تحسين النظر سواء بنضارة او بعدسات لسقة او استخدام الطرق العلاجية الدوائية كل دي علاجات غير جراحية بما فيها البوطاكس احنا منعتبره علاج دوائي وليس علاج جراحي او استخدام الطرق الجراحية اللي هي فيها نقل العضلات او كأنها عملية حوال مزدوجة لكن ده بيشترط طبعا وجود النقطة الصفر دي علشان نقدر نسبتها في الرؤية الامامة فيه ناس ما بتبقاش للأسف موجودة عندهم فما نقدرش نعمل التدخل ده تعالي نشوفها ابو العريف بقى هيفتي بيقول ايه انا معرفش حتى الرقرقة هيفتي فيها ابو العريف تفضل يا باشا يا باشا العيل من دول لما عنيه تبقى زي غا كده والبقبق بيرقص يمين وشمال والطفل ما عندوش تحكم في عينيه دي يا باشا علميا اسمها الرقرقة بتبقى سببها ان الاسلاك اللي جوه الدماغ اللي مسك العين فيها حاجة مفصولة المشكلة يا باشا رغم انها في العين بس حلها مش عند دكتور العيون دكتور العيون يا باشا اخره حيلبس الطفل نضارة الطفل من دول حيشوف كويس بالنضارة بس المشكلة حتفضل زي ما هي ورا النضارة المشكلة دي حلها كم جلسة بالابر الصينية اعلى القفة الابر الصينية حتنحرر الاعصاب وتوصل الاوردة اللي مقطوعة ترجع تمسك العين وعشان دكترة العيون ما بيشتغلوش بالابر الصينية بقول لحضرتك الرقرقة علاجها مش عند دكتور العيون انا بحس ساعات انه بيقول الكلام ده بعد يعني يعني مخطرات انفهمت اه يقعد يضرب مخطرات ويطلع يقول الكلمتين دول لأ ما هو الكلمتين دول يعني كده هو مبدئي انا المعترف ان انا ما بعالكش بالابر الصينية يعني انا معطرف ان دكتورة العيون ما بيعالجوش بالابر الصينية يعني وكمية السلوك اللي ضربت دي احنا كده بنتكلم كاف كهربائي مش وبعدين كلام جمل يعني معرفش بيجابها من ايه ما بص حريكية المشكلة ان للأسف فيه ناس كتيرة بقى بتصدق الكلام ده اكتر من اي كلام عيني بس كلام ده بتسمعيه في العيه ده واكتر والله يعني كتير جدا يعني اللي احنا بنقوله ده وبنقلفه في لحظات التجلي لا لا حريك فيه ناس بتتجلى اكتر من كده بكتير موظم لسكنيبتادية وموظم حاجات بتعمل بالليل خالص فبيبقى يعني قعدة اللي هو ايه تعالى بنواح اكستريم وبنسأل نشوف الناس بتقول ايه لا ده ناس بتقول ده خريف يعني لو فيه حد بيقترح ايه برصينية وبتاع زابو العريف ده كده ايه بيتحط في النص كده كام حاجة صحة على كام حاجة اه هي مشكلة في الاعصاب هي مشكلة في المخ مش دايما الاساس في العين بس نشيل العين يعني هي المشكلة اني يفعله ده دي ما مدرسناش دي اعلى لأفهم ولوه الريف انا قلت لك ولأعلى لأفهم تنورتي وشرفتي ضيختي العزيزة الخيمة العلمية المتميزة الاسم اللامع في عالم الاعيون والاستاذ الدكتورة الندميني البادة والاستشاري طب وجراحات العين والاستاذ المساعدة طب وجراحات العين وصعب دكتوراه طب وجراحات العين بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية والمجلس العلمية التب وجراحات العيون ابدعت في واحدة من حلقتها المتميزة للغاية يبقى رقراقة العين موضوع مهم جدا وموضوع منتشر وكثير من الناس والأهالي والأسر ما يعرفوش انه له اسلوب علاجي معتمد ومحترم كثير جدا بيعيش بهذه الرقراقة وكثير جدا مستعمالهم بيتأثر بها يعني تأثرا كبيرا كان زمان قوي قوي كان عندي تلميزة كان عندها رقراقة وطالبة في كلات الطب واحدة هلتلاها الله يسامحها هلتلاها انتي ازاي تخالت طب يعني كانت الجملة دي يعني هي ممكن تكون بتتفرج عليها تستغر بنانا فاكر الجملة دي الجملة دي أنا سمعتها من عشرين سنة سنة الفين هلتهاي لبنته قلتلاها ازاي تقولي كده واللي هلتلاها كده دكتور بيحصل وبيحصل ان هو لو اخد فسترن معين لوشه معبوب بطريقة معينة او كده هو انت بتكلمني وانت بصصلي او لو الناس شايفين الرأة دي قدامه وتحس ان هو يعني وانت بتعمل كده او لا لا اتتكر بيحصل مخدرات مثلا يعني اوه الناس ما انا فيه انت مش مركز ولا اوه فيش مخدرات تخلي العين تتهزى على فكرة المخدرات بتخلي بقبو العين ياتسع صراح كده فيه ادوية ممكن تعمل اوه طبعا فيه ادوية تخلي بقبو العين ياتسع معروفة مش عايزين يتكلم تلاقي وقت تقابل حد جد لعي بقبو العين واسع او كده هو مش محتاج تبقبو العين ياتسع ما هو بيبان عليهم يا انت نورتين لبنا خليه كل ده يبقى مع الناس العالم اهلا بكم النهاردة حلقة مهمة جدا واحدة من اهم حلقاتنا على اطلاق واحدة من الحلقات اللي فيها يعني قرب شديد من مقصدنا الاساسي واحنا بنتكلم على الثقافة الطبية هدفنا في الاساس من برامجنا الثقافة الطبية طيب عندما يتعلق الامر بمنطقة بيوقف فيها الخجل والتأخير والتطنيش والتأجيل في الاستشارة الطبية هو الاساس ودي طبيعة مهمة جدا لان عنوان الحلقة المهاردة النصور الشرقية جراحات المستقيم او امراض المستقيم التي تستدعي الى جراحة هي واحدة من كلاسيكيات الثقافة مش في مصر ولا في المنطقة العربية في العالم كله في التأخير يعني تختلف الامر عندما نتحدث عن برانشات تانية في ناس في برانشات تانية بيتحرك بسرعة مثلا مشاكل القلب بيتحركوا بسرعة لكن هنا يتعلق الامر بثقافة الخجل التأخير التطنيش البحث عن بدائل في بعض الاماكن في العالم كله بدائل اللي بيسموها الشعبية ده في الاخر بيدفع المريض تمن وغالي جدا التأخير يا جماعة في المجموعة دي مش اقليمي ولا عربي فقط ولا شرق اوسط لا ده العالم كله بيتأخر بس طبعا مع الفارق يعني احنا بنشوف هنا ناس بتقعد فترات طويلة ضيفة العزيز هيحكي لنا النهاردة قد ايه ممكن يقعد فترات طويلة عنده الحالة وصابر عليها بمشاكلها الكبيرة الامر يختلف في اوروبا ممكن يتأخر شوية لكن او في امريكا المسألة برضو بدأت الا اوي بقى او خلاص هناك انا اشتكيت النهاردة لازم اروح اشتك اكشف المنطقة بتاعت اللور جرقتي او جاز الهضمي السفلي بواحدة من مقاصد الثقافة الطبية ان انا لازم اروح اكشف مبكرا جدا العنوان مهم واكيد الضيف مهم جدا طبعا ضيف العزيزة المبدأ في حواره دائما اللي بيسعدني بالطريقة العلمية الجميلة والاسلوب والمنقشة العلمية الممتعة ضيف العزيزة الاساس الدكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرك والمستقيم وعضو جمعية الاوروبية لجراحات الشرك والمدير لمؤسسة تيمو كيور لعلاج امراض الشرك والمستقيم الاسم المتميز للغاية والمشارك الرائع في الثقافة الطبية في هذه المنطقة عايزة ابدأ الحوار الاول بالمعنى ده قبل بدخل في الموضوع لان انت اكيد من الملاحظين والمهمومين بتأخر المرضى في المنطقة بتاع التخصص صحيح يعني انت لخص الحكاية كلها في المقدمة كالعادة بنا خلي النصور الشركي من الحاجات اللي اعراضها ما هيش فيها وجع قوي مفيش حاجة تخلي المريض يجري قوي يعني مش متوجع قوي فهروح يجري على الدكتور عايزة المريض يبقى فاهم وعارف ان فيه مشكلة مرضية اسمها نصور الشركي لانه طول ما هو مش عارف ان فيه حاجة اسمها نصور الشركي مش هيعمل حاجة لانه في الاغلب مش متوجع معندوش مشاكل مرضية كبيرة قوي مش بقت اعراض صغيرة هنبقى نتكلم عنها كمان شوية لكن اهمال وتأخير علاج النصور الشركي حاجة صعبة جدا حقيقة لانه النصور الشركي من الحاجات اللي باب تستنياش باقي امراض الشرك ممكن نتعامل معاها شوية يعني او في درجاتها البسيطة ممكن ناخد شوية ادوية ويمشي الحال زي الشرخ والبواسير ومش عارفة في بداية الحكاية ماشي ممكن ناخد شوية ادوية وشوية لايف استال مودفكيشن احنا نغير طريقة حياتنا وطريقة اكلنا ومش عارف ايه تعدي لكن نصور الشركي مبيعديش ونصور الشركي من الحاجات اللي كل ما ديتعالج بدري كل ما يبقى احسن كتير جدا لانه اذا اخرنا علاج نصور الشركي الحكاية بالكعب الحبتين يعني نصور الشركي من الحاجات اللي تأخرها الحقيقة يبقى يعني حاجة صعبة جدا في جملتين اولا عايز افهم تعريفيا ايه المقصود بالنصور الشركي والجملة اللي حضرتك قررتها اكتر من المرة اللي هي بيتكعب الكتير بتأمل مشاكل كتير ما بيستناش الكلمة دي قررتها اكتر من المرة فنعايز افهم معنى كلمة ما استناش بس بعد التعريف بالضبط نصور الشركي الكلمتين نصور وشرجي نصور في الطب عبارة عن فتحة على الجلد يقابلها فتحة تانية في منطقة المائة فاذا قلنا ان النصور حوالين السرة تسمي نصور سري لانه عبارة عن فتحة على الجلد من برة وفتحة جوة داخل بريطون اذا قلنا انه نصور على الجزء السفلي من الظهر فنسمي نصور اسعصي لانه في الحتة دي نصور الشركي يعني فتحة بجوار فتحة الشرك ممتدة الى فتحة اخرى داخل القلال الشركية او المستقيم وما بين الاتنين فيه تراك او القناة ما ينفعش نقول اسمه نصور الشركي من غير ما يبقى الفتحتين موجودين يعني ما ينفعش يبقى فيه فتحة داخلية وما فيش فتحة خارجية وما ينفعش يبقى فيه فتحة خارجية وما فيش فتحة داخلية بعض الناس تستسهل وتقول إنه النصور الشرجي إذا كان ليه فتحة وره ومانيش عارف أوصل للفتحة اللي جوه يقولك حاجة اسمها بريئينة لساينس مصطلح طبي فاشل طبعاً ما فيش حاجة اسمها كده النصور الشرجي يعني لازم فتحة وصدها فتحة ناحية تانية ما بين الاتنين قناة جي منين النصور الشرجي ده جي من إنه فيه غدد حوالين القناة الشرجية بتفرز بعض الإفرازات لتسهيل مرور البراز زيها زي الغدد اللعابية اللي في بقنا ووظيفتها أنها تعمل شوية لعاب داخل البق عشان نقدر نتكلم ونقدر ناكل وحاجات زي كده إذا الغدد اللعابية دي إفرزها ويعدي جوه داقت جوه قناة إذا القناة دي سدت تعمل أبسس تعمل خراج إذا الخراج فضل موجود والمريض ما فتحهوش بشكل سريع جداً والجراح ما تعملش معه بشكل سريع جداً يعمل النصور الشرجي ليه بقى بنقول إنه ما بيستناش وليه قلنا إن حكاية ممكن تكعبل وحاجات زي كده لأن النصور ده في بدايته ما فيش حاجة يسمى نصور يظهر كنصور الشرجي علوي أبداً يعني فيش حد يبقى النهاردة عنده نصور الشرجي الصبح يلاقي نصور الشرجي أقول لأ النصور الشرجي يبدأ كنصور الشرجي صغية ما هو يش نصور شرجي كبير أبداً يعني ما ينفعش يبقى مرة واحدة حاجة كبيرة أوي كده إذا أهملناه وخلي بالك أهملناه دي بقى إحنا بنتكلم في أيام قليلة يعني اللي عنده نصور الشرجي صفلي يعني إيه صفلي يعني الفتحة اللي برة والفتحة اللي جوة قريبين من بعض والتراك ده داخل جوة عضلات صغيرة ما هواش جوة كل العضلات الكبيرة زي ما هنحكي كمان شوية إذا كان النصور الشرجي صفلي علاجه سهل جداً بقى طريقاً كانت ويخف المريض ويبقى كويس وكل حاجة وعلاجه نقصد مش علاج دوائي النصور الشرجي أو النصور عمتاً حاجة جراحية ما ينفعش علاج بالدوى نعملها بعدها كم يوم ماشي لكن من فقلش ناخد علاج يضيع وما بيروحش بالدوى ده حاجة ميكانيكية حصلت قناة محفورة جوة العضلات لازم تتشال لازم تتقفل لازم نعمل فيها زي ما نشوف في العلاج كمان شوية زي الهرنة زي الفتح في حاجات معينة ما لهاش علاقة بالطب إلا في أدوية كده مسكينات مضاد حيوي طبيعي هيأكل مضاد حيوي بالضبط لكن مثلاً حد عنده فتق مثلاً ياخد دوى الفتق يروح زي ما حاجة تفضلت وقلت لا مش هلق تماماً بالضبط فالنصور الشرجي من الحاجات إلا إذا استنينا فيها الحكاية بتزيد جداً من الأمراض اللي نفسي ناس كلها تعرف عنها لأنه أولاً أعراضه محيرة شوية يعني خلي بالك المريد ما بيتوجعش عادة في كتاب حلو قوي اسمه يقولوا إن المرض ده مؤلم نفسياً أكتر منه مؤلم عضوياً المجموعة الموسوعة مثلاً الأوروبية دي جراحات شرق أو من ناحية كمان المجتمع الأوروبي بالضبط يقولوا إيه بقى؟ يقولوا إنه أهم أعرض للنصور الشرجي هو وجود إفرازات حول الشرق يعني المريد دايماً زي ما احنا بنسميه وت يعني دايماً عنده إفرازات حوالي الشرق يبقى قاعد مثلاً يلاقي بقعة في هدوم ومش عارف إيه ماشي شوية حس بشوية بلل حوالي الشرق أو حاجة في الأول قضية ياخد باله إنه ممكن عرقان أو حاجة زي كده لكن مع الوقت بياخد باله إنه في بقعة صفرة في هدومه قاعد شوية في مكان يلاقي بقعة أي محد يقوله خلي بالك هدومك فيها حاجة هو دي أعراضه إذا قلنا إنه في بعض الأحيان الفتحة الخارجية للنصور تتقفل فيعمل خراج آه ساعتها يبقى المريض متقلق مهجزة كده فأعراض النصور الشرق إما إفرازات دائمة حوالي الشرق أو خراج بيتكون كل شوية حوالي الشرق خراج طبعاً بيبقى مقلب والمريض بيروح ده تعشى من المريض بروح تعالج كويس لأنه إذا ظهر الخراج لابده إنه يتفتح المريض الأبسس ده أو الخراج محاول الشرق من الحاجات اللي إحنا حتى نسميها يعني ما تستناش لحد ما الحتة دي تكبر وتبقى أو تاخه من ضد حيوي لا ما ينفعش عندك خراج حوالي الشرق لابده إنه يتفتح على طول لأنه إذا يسبته الصديد والإفرازات اللي مش لقيا مكان تخرج منه على الجلد من برها هتيجري الناحية التانية وتخلي التراك اللي كان صغير يبقى كبير قد كده ده دي المنطقة التعريفية ومنطقة السبب بالزبط هل في أنواع للنصور الشرقية؟ 100% هي اللعبة كلها كمان في الأنواع خلي بالك تقسم النصور ده لتأسمتين الناس قسمته على حسب التشريح أو حسب الأناتومي هو فين فسموه حاجة اسمها إنترسفينكتيرك فيستولة قبلها في شوية أنواع صغيرة كده زي السوبر فيشي الأوساب كتينة اللي هي يضوبك تنصور صغير معديش سانتي تسيبك منها لكن في نصور اسمه إنترسفينكتيرك فيستولة يعني داخل جوة الإنترنال سفينكتر الشرق يحيد بها عضلتين مهمين جدا عضلة ثالثة هنتكلم عنها كبان شوية لكن الأشعة يعني أن فيها عضلتين مهمين جدا عضلة داخلية ويغطيها من بره العضلة الخارجية إذا النصور ده وهو ماشي لطش مع العضلة الداخلية نسموه إنترسفينكتيرك يعني النصور داخل جوة نصور داخل جوة العضلة الداخلية نوع بسيط اسمه إنترسفينكتيرك يجوز عمله بكل الطرق الموصوفة في العالم بالجراحة ماشي بالطرق السيتون مثلا ماشي بالجلو ماشي نحن نقفله بالحاجات المتقدمة جدا زي الليزر والفافتو يجوز لكن حتى في الإنترسفينكتيرك في السلق أو النصور الصغير يجوز عمله بالجراحة ماشي يجرى حاجة وهنتكلم عنها كبان شوية طب إذا النصور خد الإكسترنل سفينكتر إحنا قلنا إنهم عضلتين واحدة وهو الخارجي الخارجي ويغطيها واحدة كمان إذا النصور بقى طلع أوسع شوية وداخل واخد العضلتين هنا بقى تيجي الخطورة لأنه إذا لمسنا الإكسترنل سفينكتر فإحنا بنحط المريض في خطر عظيم جدا إنه يحصل حاجة اسمها فيه إنه يحصل عدم تحكم في مروره بالرأس النصور ده ليه مرض سخيف وليه يعني الناس حتى اللي عندها نصور شارجي كانت تخاف من إجراء العملات الجراحية اللي هي كانت بتعمل بالشكل التقليدي زمان لأنه هي اللعبة كلها هنا هو إحنا قاعدنا نصور وعندنا القناة وعندنا إفرازات وحاجات زي كده بس هي الفكرة إنه إحنا عايزين نعمل العملية دي من غير ما نلمس العضلات لأن لمس العضلات هيعمل عدم تحكم في مرور البراز وساعتها تبقى المضاعفات أخطر من المرض نفسه يعني ساعتها المريض ما بتحكمش في مرور البراز لكن هو كان عنده مرض شد إفرازات إذا كان النصور بنا هل يبطلوا المشكلة من حاجة بسيطة إلى شكوة خطيرة خطيرة جدا حقيقة يعني وحاجة مؤلمة جدا نفسيا يعني في بقى فوق العضلتين دول عضلة فوقيهم شوية اسمها الليفيتور إيناي أو العضلة اللي فوقيهم حبتين حوالي ثلاثة سنتي فوق حتى بعد التيتلاين إذا النصور وصل لحد الليفيتور إيناي نسميه سيبروس فنكتيريك يعني معدي فوق الليفيتور إيناي وأحيانا الحاجة اسمها إكسراس فنكتيريك يعني النصور معدي فوق الثلاثة عضلات وفاتح في آخر المستقيم النوع الوحيد اللي نقدر نعمله باستخدام الجراحة وإحنا متطمنين الجراحة العادية التقليدية اللي بتأتمد على قطع النصور هو النوع الأولاني اللي هو الإنترس فنكتيريك فيستر وده بيتكتب فيه يعني هبنو يعرف نوعه إزاي ولا مفيش حد فينا يعرف إلا بالرانين مغناطيسي يعني هل يجوز نعمل نصور شرجي من غير ما نعمل أشعة اسمها رانين مغناطيسي قبل العملية لأ لأن أنا شايف فتحة من بره بس ما نشش شايف اللي جوه فين ولا التراك ده معدي فين الرانين هيوريني كل حاجة بالضبط فإذا لقينا في الرانين الإنترس فنكتيريك بنبقى يعني عندنا براح جدا مع المريض إنه يقدر يعمل عملية الإنترس فنكتيريك يعني نوع معين من النصور بيفتح في العضلة الداخلي بالضبط لكن الثلاث أربع أنواع اللي بعد كده الترانس سفنكتيريك والسوبرا سفنكتيريك والإكسرا سفنكتيريك خلاص بقى لا يجوز الحقيقة إن إحنا يبقى أول خطوة هناخدها هي الجراحة لأنه في خطر كبير جدا هل هي جراحة تقليدية جراحة تقليدية العادية لأنه في خطر كبير جدا إنه نعمل مصيبة كبيرة اسمها فيك الإنكونترانس ما بنخفش منها آه آه لو عمل جراحة في فرصة لحدوث عدم قدرة على التحكم في المراحة وفي تقسيمة تانية أسموه الأربع درجات واحد واثنين وثلاثة واربعة على حسب الكمبليكست بتاعته على حسب هو معقد قد إيه يعني إذا كان قالك إذا كان داخل جوا العضلة الداخلية بس نسميه بالدرجة الأولى إذا كان داخل جوا العضلتين نسميه بالدرجة التانية إذا كان من جوا العضلتين بس ممكن يبقى ليه تشعب تاني يعني ما هو النصور ده خلي بالك إحنا قلنا أنه سكة واحدة بس إحنا كان نتكلم على النصور بن حلال قوي يعني وده ما بنلاقهش كتير ودائما النصور بيبقى متشعب يعني هو قناة كبيرة أو شارع كبير وطلع منه حرة صغيرة وحرة صغيرة إذا كان النصور متشعب فأصبح النصور كومبليكس يعني النصور معقد يعني ما نفعش نعمله برضو باستخدام الجراحة التقلدية لأنه إحنا حتى مش هنشوف التشعبات الصغيرة يعني فاتقسم النصور لتقسيمتين على حسب التشريح وعلى حسب درجة تعييده ده التقسيمات كلها بالضبط واللي إحنا شوفنا ده يعني اللي هو واحد سيمبل ما تراك واحد مش متشعب مش متشعب ولا حاجة والتشخيص الرانين آه يتشخص بالرانين مغناطيس طبعا في الأول طبعا لازم الهيستري ولازم الكلينيكال إجزاميناشن وحاجات زي كده بالفحص الكلينيكال بعيان أو التاريخ المرضي لأنه بعض الأعراض تبقى متشابهة جدا الحقيقة عشان نعرف نطلب ايه بالضبط مش معقولة كل مريض هيجيلك هتروح تقوله يعمل الرانين مغناطيسي هو لازم الدكتور الشاطر يعرف يختار الفحص المناسب للمريض يعني عندنا حاجة اسمها بروكتو ستيشن حاجة عظيمة جدا جهاز بنقدر نشوف بيه مداخل المستقيم مهمة قوي في الفحص في البداية يعني بنقدر نشوف حتى شكل الفتحة الداخلية من جوة نقدر نشوف إذا كان فيه فتحات أكتر ولا لأ نصور شارجي من الرانين مغناطيسي لأنه هو اللي هيخلينا نقدر نقول للمريض حتى شكل النصور بتاعه ايه وشكل العلاج ازاي يعني هنروح للمنطقة العلاجية بقى المريض هيجيلك خدنا التاريخ المرضي عملنا له الامر آي الرانين المغناطيسي عرفنا هو بالشيك من ايه شرحنا له حالة المرضية قررنا او رسمنا الخطة العلاجية بالضبط هي خطة العلاجية بالضبط الخطة دي انا عايز افهمها منك وخصوصا برضو اكيد هيجي سيرة الجراحة التقليدية بالضبط ما بين بقى الجراحة التقليدية وبين التطور اللي حصل كمان بالضبط العلاج تطور جدا جدا في علاج النصور الشارجي هقولك على جملة بتكتب في علاج النصور الشارجي ده في المراجع العلمية انه اول حاجة يكتبوها انه مفيش جولدن رول مفيش يعني ليه الناس كلها هتلاقي نصور الشارجي ده بيتعالج بحاجة كده عند واحد ويتعالج بحاجة ثانية عند واحد ثانية وبتعالج بحاجة تلتة عند واحد ثانية لانه مثلا مش زي الزايدة مثلا مش المريض مثلا عنده التهف الزايدة فاحنا عارفين هنفتح فين وهنخش نعمل ايه وخطوات محفوظة هتلاقي الجراح اللي ف stabريكا بيعمله والجراح اللي عندنا ب gelerntها والجراح اللي فروبا بيعملها لأ نصور الشارجي مش كده is that ما فيش حاجة فيش قعدة زهبية في علاجه ما فيش خطوات كل الجراحين يمشوا عليها واللي يعمل غير كده يبقى غلطان علاجه في ما قبل حوالي يعني يمكن 40 سنة من النهاردة كان كل الناس بتعمل حاجة اسمها فيستيلوتومي أو فيستيليكتومي إنها تخش ببروب ما بين الفتحة الخارجية والفتحة الداخلية فنبقى جوه القناة نقطع الحتة دي إحنا قلنا إنه فيه أنواع فإذا كنا هنقطع النصور وهو داخل في العضلة الداخلية بس ماشي مش يجرى حاجة المريض يعاني من شوية حاجات كده زي الجاز زي إنه ما يتحكمش قوي في مرور الغازات مثلا أو حاجة لكن بعد كم شهر بتتحسن لكن هل يجوز إن إحنا نبقى الفتحة الداخلية والخارجية والنصور ده معدي جوه كل العضلات المسؤولة عن التحكم في مبراز ونقطع لا ما فيش جراح بيعمل كده إلا إذا كان جراح مش باخد باله قوي الجراحة الحقيقة حاجة عظيمة جدا وبيعملها في مصر هنا أسادزة عظماء جدا الحقيقة يعني الحقيقة ناس يعني أسميها تتلف في حرير يعني لكن مش هيقدر يقول للمريض بتاعه إنه هنعمل عملية ومية في المية مش هيحصل عدم تحكم في مرور الغاز مش هيقدر مش هيقدر لو قال كده يبقى غلطان لأنه في ريسك في الكتاب من 30 إلى 50 في المية يعني من كل عشرة هيعملهم فيه 3 أو 5 في الكتاب هيحصل لهم كرسة الكتاب يعني على أسس جراحية هي الأفضل بالظبط بالظبط إن بيست هنز زي ما بيقولوا يعني في أفضل الأية دي بالظبط طيب نسبة كبيرة جدا وعشان كده بدأت الناس كلها كل العالم الحقيقة بيدور في علاج نصور الشراجي ده على حاجات غير الحتة دي على علاج لنصور الشراجي غير الجراحة التقليدية تطورت الحكاية إلى إن إحنا بقنا بنعالج نصور الشراجي ده في حاجة اسمها قاتنج سيتون قال لك طبعا نحط ما بين الفتحة اللي برة واللي جوة حاجة اسمها قاتنج سيتون أو حتة فتلة حرير كده أو فتلة برولين زي ما بيقولوا وكل يوم نقعد نشدها شوية شدها شوية فنبقى بنقطع حتة من العضلات آه بس على ما نقطع حتة تكون اللي بعدها خفت تكون اللي بعدها خفت فتمشي فضل شغالين بيه الحقيقة فترات طويلة جدا يعني بالقاتنج سيتون ده برضو لقوا إن المرضى نسبة كبيرة الحقيقة برضو بيجي لها عدم تحكم في مرور البراز إلى إن تطورت الحكاية لحاجات كتير جدا بقى في شابتر في الكتب وفي المؤتمرات وحاجات زي كده اسمها التكنيك الجديد اللي يحافظ أولا على العضلات اللي حولين الشاركة بحيث إنه يتحكم المريض في التبرز بالزبط فبقى نقدر وإحنا بقى هنتكلم عن شوية الحاجات دول إن إحنا أول حاجة نقولها للمريض إنك هتعمل عملية ومش بقى تسعة وتسعين في المية ومية في المية مش هيحصل عدم تحكم في مرور البراز فبقى الهاجس الكبير الخوف من حكاية عدم تحكم في مرور البراز خلاص لكنها على جنب بقى خلاص مش هتحصل أبدا بقينا بنعالج النصور باستخدام تكنيك عظيم جدا اسمه الفلاكة أو علاج النصور الشاركة باستخدام الليزر اللي بيعتمد إنه بدل ما نقطع النصور من وسط العضلات ونضحي بجزء من العضلات طب ما نقفل التراك على بعضه ما نقفل الفتحة الداخلية ونقفل القناة ونقفل الفتحة الخارجية فالنصور قفل على بعضه فكرة عظيمة جدا الحقيقة زي في أعظم نتائجنا لحد 80-85% معنى كده أن من كل مية أنت عملت لهم عمليات في 85 واحد خف لكن فيه 15 واحد بخفش ليه؟ لأنه قد يكون النصور ده متشعب طب لو هو ليه التراك يمين أو الشمال وأنا داخل بالأسطرة ما أنا مش هشوفها يعني أنا مش هشوف فين التراك يمين أو الشمال ده فهحرق وهنسى التشعوبات اللي كانت في الجنب فما إينا بنعمل مع لو تركت التشعوبات دي ممكن تعود مرة أخرى مية في المية هتحوش ألف في المية هتبدأ تحفر تاني وترجع تاني آه نفق ممكن يقع بقى شهور أو حاجة بس يرجع تاني بقينة بقى الحياة وبقى الناشية يعني فترة طويلة لكن بقينة بنستخدم حاجة اسمها الفافت مع الفلاك إيه الفافت ده هو الكاميرا الفلاك هو الليزر آه الفلاك هو التكنيك اسمه فيستولا تراك ليزر كلوجر اللي هو الفلاك والفافت ده اللي هو فيديو أسستد أو علاج النصور باستخدام الفيديو وانت شغال طبعا لكن احنا بسطناها للناس واعتقد الناس أنا براهن على تخافتهم منهم يحفظوا الفلاك يحفظوا الفافت وعيسميهم جميلة ولزيزة آه سهلة مش لازم تعرف التفصيلة بالتفصيل لأننا نفسي بنساها لكن تعرف أنه هذه النوعيات من التقنيات قتاحت للمعاني المريض المصري أو العربي اللي بيعاني من مثل هذه الحالات المرضية المزعجة جدا والمؤسرة واللي بتأثر طبعا على صحيته وبتأثر على حركته تخيالوا المريض ده ماقدرش يقرب ماقدرش يقعد في اجتماع ماقدرش يروح ساعات يبقى حبيس بيته فيه نوعية حساسة جدا ماقدرش ممكن جدا يسيب شغله يسيب شغله ويقعد في البيت خلاص وطبعا لو ممكن يسيب أهله يعني هتبقى مشكلة ضخمة جدا ولو هو هش نفسيا هتبقى القصة أبعد من كده أو أخطر من كده بكتير فنحن نبحث عن اجتمال الثقافة أنا حلمي بقى زي ما حلمك أنك تتصدى للنصور ومن ضمن رحلات الكفاحة المميزة جدا أنا برضو حلمي أن احنا نتصدى لما يسمى بغياب الثقافة الطبية بتخض جدا لما لاقي ناس ما عندهش فكرة عن حالات مرضية بتخض جدا جدا والخضة بدأت تزيد في الفترة الأخيرة لأنه بدأت أحس أنها مسئولية شخصية علي وطبعا على ضيوف الأعزاء فأنا بشكرك شكرا جزيلا لأنك أنت مشارك رائع في الثقافة في منطقة أعتقد أن دي أصعب المناطق أو واحدة من أصعب المناطق في الثقافة المصرية والعربية ضيف العزيزة القيمة الأنمية المتميزة وطبعا الأدائي الماهر أستاذ دكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو جمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمدير لمؤسسة هيموكيور لألاج أمراض الشرج والمستقيم كان ممدعا كعدادي في الناس الحال وخليكم مع الناس الحال النهاردة يوم مهم في عالم النساء وتفرد نفسها بطنطر أحمي المهاجرة على الحوار أنا عارف أنه الموضوع يهلق بطنطر أحمي المهاجرة موضوع مزعج لأنه منتشر ولأنه الحوار فيه ولأنها ستيجس برضو ولأنه مستويات مستويات متوسطة مستويات عنيفة لكن فيه كم نقطة مسيرة للجدل مسيرة في المؤتمرات الأخيرة وفي الأراء والمنتجيات الطبية المشهورة أول هذه الجمل المسيرة جدا قالها كلاوس بولر كلاوس بولر ده واحد من أباطرة العالم تأخر الإنجاب ألماني قال أنه الاندومتريوز أو بطنطر أحمي المهاجرة لها علاقة وثيقة جدا بالخصوبة ركز على أن بطنطر أحمي المهاجرة بتصدم الست في خصوبتها وبالتالي تأثر على خضرتها الإنجاب الأمريكان بيدوروا على السبب بيدوروا على وما فيه سبب واضح العوامل التي تؤثر التي تؤدي إلى أن بطنطر أحمي المهاجرة تتزايد عشان يقللوا جماحة الاتنين بيكملوا بعض في الخصة اللي حاكيتها دي الكلمتين يكملوا بعض نحن نسيطر على البداية ونفهم إزاي نقاوم النهاية البداية هي السبب والنهاية هو تأثير بطنطر أحمي المهاجرة على قدرة الست على الإنجاب النهاردة حوار مسير جدا في المنطقة دي مع ضيف العزيز الحقيقة كان اسم خاصة وحضور زهني متميز للغاية وحضور علمي على أقم مستوى وحيكلمنا النهاردة أكيد في هذه المنطقة أجزاء من الحوار ربما تسمعوها لأول مرة ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد فرحي خالف استشاري الحقن المجالي وأطفال الأنبيب وأمراض النساء وتأخر الإنجاب استشاري جراحات مناظير أمراض النساء عضو الدمعية المصرية للخصوبة وجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب وجمعية الأوروبية للخصوبة وعلوم الأجنة أهلا بيك روضني جدا يا دكتور محمد دونور حضرتك أنا سعيد أنا سعيد بما حضرتك النهار أنا عايز الأولين بسط للناس يعني إيه بطانة الرحم من مهاجرة سنة أولى آآ منتهى البساطة آآ بطانة الرحم من مهاجرة البيريود كل شهر بتنزل من دم بينزل من بطانة الرحم هي باختصار الدورة الشهرية كل شهر الناس فاكرة إن البايدة لما جو بتتخصب فبتنزل البيريود لا هي البيريود بتنزل هرمون البروجسترون بيعلى لما مش بيحصل حمل البيريود بتنزل آآ آآ عن طريق بطانة الرحم البطانة دي بتتقطع وبتنزل على هيئة الدم عند عدم حدوث حمل آآ في نظريات بتقول في ريترو جريد منسترويشن الدم عن طريق فتحات الاستيا اللي هي قنوات فالوب اللي جوه تجويف الرحم بينزل الدم في الحود بيفضل ينتشر آآ في الحود على المبايد آآ حوالين الأنابيب قناتي فالوب على عمعاء على القولون آآ الدم ده جاي منين من بطانة الرحم عشان كده سموها بطانة الرحم هجرت من مكانها الطبيعي اللي هو داخل تجويف الرحم وطلعت داخل البطن او داخل آآ تجويف الحود زي بتجويف الرحم رحت على تجويف الحود ده باختصار بطانة الرحم مهاجرة هل ممكن تنتشر في اماكن تانية غير الحود آآ ممكن تنتشر في الرئة ممكن تروح للمخ ممكن تنتشر في اي حتة في الجسم آآ في البداية برضو احب اقول ان تلاتين في المية من الناس اللي بتيجي عندها تأخر حمل عندها بطانة رحم مهاجرة نكتشف ان عندها بطانة رحم مهاجرة آآ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تكايوسات المبايد هي اكتر سبب بيؤدي لتأخر حمل بطانة رحم مهاجرة تيجي السبب التاني او رقم اتنين آآ في تأخر الحمل عند السيدات آآ كل تلات حلات بيزوروا العيادة عندي منهم واحدة بنشخصها بطانة رحم مهاجرة فهي بتصيب تلاتين الاربعين في المية من السيدات اللي عندهم آآ تأخر حمل آآ هل ليه اعراض آآ نشخصها ازاي تشخصها ازاي على فكرة ممكن الواحدة اللي كون عندها بطانة رحم مهاجرة وما فيش اي اعراض عندها آآ لا يوجد اي اعراض آآ 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 هل التشخيص الدقيق والاعمود الفقري لتشخيص بطانة رحم مهاجرة ان انت تاخد جود هستوري تاخد آآ هستوري من الحالة كويس جدا البريود بتجيلها ازاي اعراضها ازاي الالم ازاي كمية الدم عاملة ايه هل فيه سبوتس انتر منيستر سبوتس او آآ نقاط بني بتفضل بعد انتهاء البريود ما بين الدورة والدورة هل الالم بيستمر هل الالم آآ بيبقى شديد تاني وتالت يوم وربع يوم وبيستمر بعد البريود ولا بيقف دي بداية التشخيص ان انت تاخد جود هستوري تاخد تاريخ جيد تاريخ جيد من الكيس او الحالة اللي عندك قبل اسمحها كويس اسمحها كويس وتسأل على التفاصيل دي قبل ما تعمل الصنار وقبل ما تدخل تفحص هزي السيدة عندك في العيادة الدايمن الناس بتفكر ايه اللي تسبب وبتنترى المجرى وفيه غموض حوالين السبب وزي ما انا قلت يعني من الامريكان مسلا شغلين نفسهم او بالاعراء بالاسباب اه طبعا الاسباب نظريات كتير جدا الشهيرة منها اللي هي اه ان هي جزء من دم البريود بيخش في الحود وده ما يفروض ما يخش لقوا ان تلاتين اربعين من الستات السيدات التي تعاني من التأخر في الحمل وهي وجوزها سلام ما عندهمش اي اعراض الجوز تحييله كويس الجدا هي قنوات فالوب عندها كويسة وسالك ما فياش مشكلة وتعاني من التأخر الحمل لما بيعملوا منظار بيكتشفوا انها في اه انسجة متغيرة موجودة في الحود اه سبوتس اندومتريال سبوتس حاجات زي النوديوش زي النقط البني او الحبيبات موجودة او الروحات موجودة في الوطر المستعرض او اللي هو موجود في الحود او موجود في حوالين قناتاي فالوب او موجود على المبيض ولما بيزيد بريود على بريود ممكن على المبيض بدا يعمل شوكولات او كيس شوكولاته على المبيض وده هنتكلم عليه بقى يعني باستفادة بعد كده بيعمل قفل مبيض وتأخر الحمل وبيعمل او ازاي نعالجه او ازاي نتغلب على اللي احنا ما نوصلش ان هذه السيدة تتأخر في الحمل ان انا بفوجئ برضو بحاجات غريبة جدا ان السيدة متأخرة في الحمل بفوجئ انها بتاخد سنة وسنة ونص علاج للألم عشان القلم يروح وهي متأخرة في الحمل يا جماعة البطانة الرحم مهاجرة حل هذه السيدة انها ما تعانيش منه انها تحمل الحل انها تحمل فما فيش سبب خالص ان احنا نفضل ندي في علاج عشان نوقف انتشار بطانة الرحم وفوجئ السيدة دي عندها 38-39 سنة ونيجي نشتغل بقى عشان نعمل حانة مجهر ما نلاقيش مخزومة بيض كويس بسبب التأخير اللي هي بتاخده في العلاجات لحد ما توصل لانه هنعمل حانة مجهر ما نلاقيش بوايضات للأسف عشان السن والعلاج الكتير اللي بتاخده عشان القلم ونازم نفرع بما حاجتين مهمين جدا اللي جاية تعاني من طانة الرحم مهاجرة دي قال تعاني من القلم ولا تعاني من تأخر في الإنجاب العلاج مختلف تماما هل في علاجات طبية أو في علاجات طبية بتوقف بتنهي المرض لا إلى الآن ما فيش حاجة بتنهي مرض بطانة الرحم مهاجرة هو progressive disease هو مرض بينتشر مرض ممكن يرجع لكن الرسالة اللي جاي النهار ده عايزة وصلها للناس إن 90% من الحالات مش محتاجة عمليات 90% من الحالات مش محتاجة عمليات أنا مش عشان عايزة استعرض وأنها عارفة اشتغل كويس أدخل على حالة كيس دم أقل من 4 سنتي من غير معمل تحييل مخزون البوايضات وأشوف المابيض ده 6 دي مخزون البوايضات عندها كويس ولا لأ وأدخل أشيل كيس الدم ده وأشيل معاه غصب من عني حتى لو أنا expert بشيل جزء من البوايضات وأفوج إن أنا الست دي ما عندهاش مخزون بوايضات تشتغل بيه بعد كده والمسج التانية إن هذه السيدة لها عملية واحدة فقط مش يجيلي حالات عاملة منظار واحد واثنين وثلاثة عشان تشيل كيس دم لحد المابيض بينتهي لها عملية واحدة 6 شهور ما حملتش تدخل على الحالة المجارية على طول ما نعودش إحنا نهلك في المبيض ونهلك في الست بعمليات متكررة وفي الآخر منلاقيش مبيض أو بوايضات نشتغل بيها أو ننشطها في حالات الحالة الميهارية المقصود بأحملية واحدة بالنسبة للحالات لما يكون عندها كيس دمع وعلى المبيض مش شرط يعني أنا 60% من الحالات اللي عندها اللي هي الدرجة اللي هي نقول أولى أو قبل الأولى يعني ما بين جريد وان وجريد تو دي لما الست ما هو حضرتك ما ما عندهش أي أعراض وبندخل بالمنظار عشان اللابروسكوبك ده لتشخيص بطنط الرحم مهاجر زي اللي احنا شايفينه الفيلم ده ده منظار بطن ده منظار بطن داخلين أهو وواحدة مش بتحمل مش بتعاني غير بشوية قلم تحت البيريد وتحييل جوزها كويس دي الاتساقات عاملها بطنط الرحم مهاجرة دي شكل البطنط لما يكون موجود بطنط الرحم مهاجرة موجودة في الحود الجهاز المناعي بينشط بيصلت عليها المكروفاج اللي هي بتقعد تاكل فيها عشان بتهاجم هذا باسميه الوحش اللي هو بيهجم على الحود بياكل في الأنسجة بيعمل بريتونية الديفكت بيعمل زي فتاء في البريتون بياكل في اليوتروساجرال ممكن يعمل أجسام مضادة حوالين قناتاي فالوب ممكن يهاجم الأنبوبة نفسه يعمل مية على الأنبوبة ممكن يقفل الأنبوبة كل الكلام ده الجهاز المناعي بيهاجمه فالحيوان المناعي لما يجي قابل البوايضة مش بيوصل المكروفاج دي بتهاجم الحمامة وفدي أسباب التي تؤدي لتأخر حمل في حالات بيطانة الرحمة المهاجرة بندخل بالمنزار بنكوي المناطق دي كلها بنفك للتساقات وبنده ستة شهور لحدوث الحمل بعد المنزار ستين في المية بيحملوا ستين في المية من الحالات بيحملوا ما نعودش إحنا بقى بعد ستة شهور من سنة سنة أو سنتين إنها بترجع أربعين في المية أو ترجع أربعين في المية بترجع لو ما حصلش حمل في خلال سنة من المنزار فلازم نشتغل بسرعة بعد ستة شهور ما حصلش حمل حلك حل مجهري أو نعمل تلقاح صناعي دورة أو دورتين بعد التنشيط العادي والجماعة الطابية ما حصلش حمل ما حصلش حمل نلجأ للتلقاح الصناعي أنا عن نفسي مش بعمل أكتر محاولتين اللي كنتم بتقول أربع محاولات لكن أنا مش بعمل أكتر محاولتين عشان cost effective وبتاعي بيبقى أحسن لهم نعمل الحمل المجهري من نسبة الحمل في الحمل المجهري 55% التلقاح الصناعي من 15% إلى 20% فالنسبة العالية في الحقن المجهري فلها هي عملية واحدة فقط هي اللابروسكوب هو المنظار مندخل خلال ستة شهور ما حملتش تلقاح صناعي محاولتين ما حملتش حقن المجهري دايماً يعني الناس بدأت تتلخبط من أنها تنظر لبطنط رحمة المهاجرة على أنها حالة معينة واحدة مرض واحد لكن في حقيقة الأمر بطنط رحمة المهاجرة أكتر من مرض لأنها أكتر من استيج مصبوط كل مرحلة من مرحلات تعتبر مرض منفرد بحد ذاته مختلف يعني اعتقد الاول اخلاف تماماً على استيج الرابع طبعاً استيج الرابع ده بقى ده بتوصل لتساقات ما بين المبيضين بيسميهم المبيضين اللازقين في بعض التساقات شديدة ممكن يوصل ل يعني حود متجمد ده الاستيج الرابع ده لا ينفع معه منذار ولا ينفع حاجة انت على حان المجهري على طول لأن ده بيعود ياكل في المبيضين الاستيج التالت برضو انها بدي يوصل بيبقى فيه شوكولتس كياس دم على المبيض قبل ما ده عملت ساقات بقى يعني الميد المودر تكلمنا عليه استيج التالت انه هو بطنط رحم واجرة تؤدي الى كياس شوكولت او كياس دموية على المبيض طيب امتى ندخل نشيل الكيس ده رقم واحد لازم نعمل نخزون بوهضات اي كيس دم اقل من خمسة سنتين ما نلمسوش ان احنا ممكن نضمر هذا المبيض احنا نشيل الكيس امتى تسعين في المية من الحالات ما تحتاجش ان احنا تشيل الكياس دم على المبيض ودي مسيج ده انا جاي اقولها برضو هنا تسعين في المية من الحالات عشرة في المية من الحالات فقط هي اللي تحتاج الى لابلسكوبك سيرجري او عمليات جراحية بالمنظهر ايه هي؟ قلم كيس فوق الخمسة سنتين كيس كابس على المسانة ما خليها مش عارفة التباول عندها بصعوبة شديدة واجع مش بيروح والكيس اكبر من خمسة سنتين ده الحالة الوحيدة اللي ممكن نلجأ للمنظار عشان نشيل الكيس الدم لو عمل لها وجع جامل لكن لو هي مخزونها قليل والكيس الدم ده فوق الخمسة سنتين يستحسن ان احنا نشط هذه السيدة مرة ونجمد اجنة ونشطها تاني ونجمد ونسيب الاجنة وندخل نشيل الكاس خلاص وبعد كده نحضرها لاجنة المجمدة دي ان احنا مش ضمنين هذه السيدة بعد العملية يكون عندها بويضات ولا هتكون اه اعملنا حسابنا اعملنا حسابنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الثروة التجميد اه هي التجميد شغال في ابناط رحمة مهاجرة برضو اتح لنا ان احنا اه نعالج الستة التي تعاني او السيدة التي تعاني من كياس دموية شديدة على المبيض ان احنا ننشطها الاول قبل ما نشيل الكيس ونجمد الاجنة ها وبعد نشيل الكيس ونشيل بطناط رحمة مهاجرة لان نسبة الحمل بالحقنا المجهري اه السيدة التي تعاني من بطناط رحمة مهاجرة اقل شوية من اللي معدهش الادوية اه في حوارك قلت قد يكون عليك دواء ايه طبعا ميكانيزم الدواء ايه هو الدواء بيوقف النشاط بيقلل الكيس بيضيع الالم لكن مش بينهي المرض ده الرسالة برضو المهمة اللي نازم نقولها المرض مش بينتهي احنا بنقلل الوجع بيقلل الالم خالص عن طريق انها بيشتغل بطريقة معينة بيخش اللي هي هتعمل الكيس دم هيوقف نشاطه خالص والدواء ده مش لازم اقول اسمه يعني ده اه 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 يعني بقى له سنتين موجود او ثلاث سنين في الماركت انه هو فعلا رائع ولازم تستمر عليه مدة طويلة عشان ينقل انه هو بيوقف نشوات المبيض انه هو بيوقف نشاط المبيضين تماما عشان بيدخل السنت في حالة حمل بالضبط كده يعني كأنه بيعمل حالة كميائية تشبع الحمل مفيش بريود بتنزل خالص ان احنا اتفقنا ان البطانط رحم موجرة انتشارها بيعتمد على نزول الدورة بس كل ده معناه ان ميكانيزم الدواء مرتبط بانه اللي جاية ست اللي جاية التعالج جاية تعالج عشان خاطر الالم فقط وليس لكن رغبة الانجاب ده شيء مختلف تماما شيء مختلف تماما طبعا بيجي ألم شديد أول يوم بيزيد في اليوم التاني والتالت وكاد يكون قاسي جدا عليها متعرفش تنزل كليتها متعرفش تروح مدرستها متعرفشها لكن ألم البريود العادي لا ده بيجي أول يوم وتاني يوم وبيقل مع الايام ده الفرق بين الاتنين فمش أي واحد عندها ألم يبقى عندنا هالة عندها بطانط رحم موجرة لان انا شفت حالات فعلا عندها كياس دم وعندها عشرين واحد وعشرين سنة وده علاجنا لها مش بنمسها برضو عشان المابيض برضو متقصرش احنا ننديها الأدوية زي حبوب ما انا حعمل بتوقف نشاط شوية بتوقف نشاط لحد ما توصل لسن الزواج في بطانط رحم الموجرة فيه آراء مش دقيقة مش علمية دقيقة أوكي فيه آراء علمية بس عليها خلافات كبيرة تمام بس فيه فاته بقى والفاته ده اقصى حاجة فاته يعني الحاجات ديه يرد ويقص عليها وتسمع عراء علمية في مؤتمرات ممكن تمامها متطرفة شوية أو عليها خلاف علمي لكن الفاته مش اسمهه في مؤتمرات الفاته اسمهه في حتة واحدة بس اسمه من ابو العريف تعالوا نسمع ابو العريف التي تصير الغيز لدرجة ان الواحد يفكر يجيب مطوأ ارنغزة ويرشاقها في ودان ابو العريف تعالوا نسمع بقى يا باشا مع احترامي لحضرتك واحترامي لسيادتك كل شوية نسمع ان سبب تأخر الحمل ولا سبب فشل الحمل ولا سبب فشل الحقن المجهري ضعف بطنة الرحم طب متأويها يا باشا افرد يا باشا مش نافع معاها دوة ولا فيتامينات مقوية ليه يا باشا كل تخصص قافل على نفسه يعني مثلا في الموضوع دهو بالذات ليه يا باشا دكاترة الكلدية والتجميل ما يشتغلوش مع دكاترة النساء مش لما يكون في منطقة مصابة ولا ضعيفة في الجلد دكاترة التجميل بيرقعوها من منطقة تانية سليمة ليه بقى يا باشا دكاترة النساء ما يختصروش المسافة ويبعثوا المريضة اللي عندها ضعف بطنة الرحم لدكتور التجميل يعمل لها بطنة ولا تخشينة حلوة فالستة تحمل على رأي الستة أنغام من سؤال مهزوم بيترجى الجواب دكاترة النساء غالبة غالبة أوي انت بتسمع النواية دي من الفتات كتير ليه ملكبلهاش بطنة جديدة هي مش عربية يعني ما عايزة تضرب بالنار ما عاقر تلك من حط السيخة خاتي له حدود يا جماعة ساعات الفتة يتجاوز الحدود ويصل إلى مرحلة الهبل دي مرحلة الهبل زي بالظبط مرحلة الهبل اللي تقول واحدة عندها بطنة ترحم مهاجرة نديها أحشاب بالظبط بالظبط يعني لا كوكتيل عشبي تضيع بطنة بطنة يعني في ناس ومش عارف الناس بتصدق إزاي برضو يعني يعني الواحد بيستغرب برضو إحنا في الألفية ولا في القرن العشرين ولا دي مش عارف الناس لحد الوقت بتصدق الكلام ده إزاي يعني ممكن العشاب دي كحة بتاع مش عارف إيه لكن حاجات بقى ترحم مهاجرة وتكياسات موبايد وبتاع واحد بيسمع العجب والله هل قبل ما نختم هل ست عندها بترحم مهاجرة في درجات معينة تستطيع تحمل بشكل تلقائي طبعا 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 هنا قول حاجة يعني مش كل ساعت ما نكونش فيها اعراض خالص بترحم مهاجرة ساعت إنها تعاني يعني ساعت بنعمل خيصرية بنلاقى الست عندها بترحم مهاجرة وإحنا بنولدها بده معناها حملت وهي عندها بتطنة رحم مهاجرة ديما بنقول ان 60% من حلاب بتطنة الرحم مهاجرة بتحمل طبيعي 60% دي مسج مهم قوي مش كل واحد عندها بتطنة رحم مهاجرة عندها تأخر في الانجاب او تتأخر في الانجاب. لا. ستين في المية بيحملوا طبيعي. خصوصا اللي بيتجاوزوا صغيرين. مش بتأخروا في الجواز. اللي بتأخروا في الجواز شوية بعد سنة تلاتين اربعة وتلاتين خمسة وتلاتين دول اه بتتشخص متأخر شوية. فبيتأخروا شوية. اللي بتتجاوز اللي عندها بداية بتتنات رحم مهاجرة. وتجاوزت على اتنين وعشرين تلاتة وعشرين خمسة وعشرين. بيتحمل طبيعي خالص. بنفوجة بقولك وحنا بنعمل قيصرية ما عندها اندومتريوزس واحنا بنقلد البيبي. نعم بتبقى يعني اه حاجة لطيفة جدا. نعم. ان احنا بنخبرها ان عندها بتنطلحها بمهاجرة. نعم وميسج مهمة بقولها لهم ما تقعدوش فترة طويلة بقى من غير خلفة. اجيبه العائلة التانية وخلاص. لانها ممكن بتزيد مع الوقت بقى. اه بالمثلة لو بانت بدأت. اه 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 وانا بعمل قيصرية لقيت في بدايات اندومتريوزس بقولها ما فيش سبيسنج بقى بين البيب والبيب كبيرة. بتقعدوش خمس ست سنين. سنتين سنتين ومص ويجيبي البيب التانية والحمد لله انا ممكن تزيدهم كتتأخر. طبعا. مورتيني. وكالعادة امداع. رسيب رسيب. ومسج اكتر من اه اه من رسالة مهمة مهارة اعتقد وصلت كل رسالة. لكن احب ان اؤكد ان بتنترحم المواهجرة. مرض له اكثر من وجه. انت عندما بتتعامل مع هذه الوجوه ينبخي ان تدرك انها بعض الوجوه. التعامل ما هيكون ابتسامة وبهدوء شديد جدا وبلا تخوف. بعض الوجوه الاخرى تستحق او تستدعي تدخلات جراحية. بعض الوجوه ايضا للطن ترحم المهاجرة لها اسلوب فني جدا في الاختيار. بالوسيلة في التعامل. هدخل ازاي? هتعامل ازاي? وهرجح كفة مين على مين? هذه منطقة. هتستدعي منا الكثير جدا من الحلقات. والتسقيف. اه كفة المناظير امام كفة الحقل المجهري. امام كفة الادوية. هذه الكفات كلها او هذه المناطق كلها ينبخي قياسها متقة شديدة. من من يستطيع ان يقزها متقة شديدة? اكيد ضيفي واحد منهم. ضيفي العزيز الخيمة المتميزة الاستاذ دكتور محمد فاتحي خلف استشياري الحقل المجهري واطفال الانبيب وامراض النساء وتأخر الانجاب. استشاري جرحات مناصير امراض النساء وعضو دمعال مصرية والابكالي. وصوبة اخر الانجاب كانت فيه واحدة من ارقى حلقاتنا فيه النجسة. اشتركوا دايما انا ساعد. في فارق كبير بيت ضعف الرغبة الجنسية وبين عدم القدرة الجنسية او ضعف القدرة الجنسية. الاستمرارية في الضعف الجنسي او التقدم في المشكلة. المشكلة موجودة باستمرار ام هي متزايدة ام متقطعة بتيجي وتروح. اهلا بكم. النهاردة احنا بصدد شرح موضوع مهم جدا. وطبعا في البداية لازم نفهم انه لا حقيقة في العلم لا حقيقة في الدين. اه في فارق كبير بين ضعف الرغبة الجنسية وبين عدم القدرة الجنسية او ضعف القدرة الجنسية. ساعات الاتنين يكونوا موجودين. يعني ساعات رجل يعاني من انه ما عندوش الرغبة وما عندوش القدرة. ساعات يعاني من انه عنده الرغبة لكن ما عندوش القدرة. فده شيء مهم جدا. جدا ولازم نضعف العلم بلا شك ان في امراض تلعب زي ما بيقولوا دور الخلفية لهذه المشكلة والمعضلة. مسلا السكر بيلعب دور مهم في احداث ضعف جنسي. الضغط وبعض ادويته بتلعب دور. كمان التهابات الموجودة في المعدة وقرحة المعدة وبعض ادويتها. ادويت قرحة المعدة. بعضها النوع القديم منها بيأثر على القدرة الجنسية. برضو الغريب يعني ان الاكتئاب وادويت الاكتئاب ممكن تلعب دور. الكافيين وتناوله بكميات كبيرة. الافراد في تناول الكافيين. سواء بقى الكافيين الموجود في الشاي الموجود في القهوة الموجود في الميسكافيين موجود في الحاجات دي كلها ممكن يؤثر ايضا. برضو امراض القلب. الاجهاد القلق في مثلا الاتهاب الموجود او مرض اسمه الدي اس او الام اس ملطلسكيلوروزيز. ده من الحاجات اللي بتلعب دور في هذا الامر. في حاجات تانية كتير زي تناول الكحوليات والتدخين طبعا. في ناس كتير مش فهمة او مش عارفة انه التدخين بيؤثر على القدرة الجنسية وايضا الكحول. النهار ده احنا بصدد التعامل مع مشكلة مهمة. وزي ما انتوا شايفين في بلاد معينة ضعف الرغبة الجنسية بيؤثر على ما يسمى بالمستقبل البلد. بمستقبل انه يحصل اه انه العدد السكاني يزل على ما هو عليه او يزيد بما يضمن لانه البشر هم اه في النهاية الثروة الحقية لأي بلد. النهاردة احنا بصدد الحوار في موضوع مهم اسمحوا لي ارحب بضيفي العزيز الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال استاذ امراض الزكورة وتأخر الاجاب بكلية الطب وصاحب الدكتوراه في اه هذا المجال امراض الزكورة من كلية الطب الجماعة القرأة اهلا بيك دكتورنا منورنا وسعيد جدا بهذه اهلا بطر عيمان واهلا باستاذ المشاهدين جميعا. الحقيقة انا هايزة ابتأل اول باسباب الضعف الجنسي عن قرب. انا قلتهم بسرعة بس اسمحهم من حضراتك. طب موضوع ضعف الجنسي زي ما ذكرتهم موضوع مهم جدا وبيحدد المستقبل اجيال ومستقبل امم. طبعا الموضوع ده يمكن ربنا حطه في البشر كانهم من انواع الحفاظ على الهوية البشرية. فالضعف الجنسي ليه اسباب متعددة جدا ويمكن الاسباب اختلفت زمان عند الوقتي. الاختلاف ما كانش في الاسباب على قد مكان في وسائل التشخيص. بمعنى ان احنا كان في الفترة او السنوات التمنينات والقبل كده كنا دائما بنعتقد ان ضعف الجنسي 90% منه اسباب نفسية. بعد الطفرة بتاعة امراض السكورة ودخول فحصات جديدة واشعات وتشخيصات ادارنا نتعمق في التخصص ده. فبدأ تتغير النسب دي. 90% نفسية نزله قال له يا دوب 50% اسباب نفسية. وزادت النسبة العضوية من 10% لخمسين في المية. فاذا احنا بنحط الموضوع في شقين رئيسيين. شق نفسي وشق عضوية. شق النفسي او الوضع في الجنسي النفسي. ده ليه اسباب كتير قوي. منها التوتر. الاكتئاب زم حاجزة كارت. اه المشاكل النفسية الانفصام كل الضغوط النفسية. اه الحاجات اللي هي الموروسات او الاعتقادات الخاطئة. اه. ولا تتربع على طريقة معينة ان الجنس عيب او في مشكلة. وكان دايما بيتعاقب يما يعمل حاجة او يعني يشير الى حاجة من الحاجات دي. فبدأ الموضوع يبقى عنده نفسي. تمام. كل الحاجات دي او طفل اتعرض لتجربة جنسية اه صادمة له او شاب اتعرض لتجربة جنسية صادمة له في بداية علاقاته في بداية البلوغ. كل ده بيرسب نوع من نوع الرواسب النفسية اللي بتقدي الى ضعف جنسي نفسي. دايما بنصادق بضعف جنسي نفسي مع بداية الزواج. كتير اوي دايما اه لحديث الزواج يحصل لهم المشكلة دي. اه الاسباب العضوية مجموعة من الاسباب كتير اوي. دايما يعني عشان اعرفهم اه موضوع الانتصاب بيعتمد على ضخ دم بكميات معينة وبسرعات معينة في شرايين العضو الزكري. دي بتعملي نوع من النوع ضغط للنسيج الكهفي. الضغط ده بيرفع او الضغط الداخلي. فبيعمل نوع من نوع الصلابة او الانتصاب. اه. لو الدم ده مدخلش كويس او حصل نوع من نوع تسريب الدم. لان هو المفروض دم يخشه ويحصل له يعني يتحبس جوه او يفضل لفترة. لو في تسريب او الدم مش داخل كويس هيحصل ان الانتصاب ده هيبقى اكيد ضعيف. اه. فكل مشاكل الشرايين تصلوا بالشرايين. ارتفاع ضغط الدم. السكر. اه. كل الحاجات دي بتأثر على الشرايين. فبتقالي اذا ان الدم اللي داخل هيبقى قليل. وبالتالي انتصاب ضعيف. مشاكل تانية بتقدي الى التصرف في الاوردة. مشاكل السكر والتلايف في النسيج الكهفي. بيعمل تصرف في الاوردة. وبالتالي يعمل ضعف جنسي. مشاكل الاعصاب الطرفية. الاتهاب الاعصاب الطرفية. اللي اكتر سبب ليه السكر. والناس اللي هم عندهم امراض في نقص. بعض الفيتامينات وبعض الحاجات المعينة. دايما بيحصل لهم الموضوع. مشاكل العمود الفقري. والناس اللي عندهم الغضاريف. وضغط على الاعصاب الطرفية. كل ده بيعمل نوع من الواقع ضعف جنسي. زي محرك زكرت مجموعة من الادوية كتير قوي. الناس بتستخدمها في علاج الضغط. يعني احنا دايما بنقول الضعف الجنسي بيجي من الضغط وادوية الضغط. ادوية اللي هي اللي بتنزل الدهوم في الدم. ببعض الادوية منها برضو بيؤثر الى الضعف الجنسي. الادوية الهرمونية اللي احنا بنستخدمها كتير قوي انها بتعمل ضعف جنسي. وفي الاخر بنلم الحاجات دي كلها للناس ونقول لهم خدوا بالكم من خماسي ضعف القدرة الجنسية. خماسي ضعف القدرة الجنسية اول السكر. والسكر دايما بيعمل الموضوع ده من كذا سكة او من كذا طريقة. انه هو بيعمل تهفر العصاب الطرفية. بيعمل ضيق في الشرايين. بيعمل النوع من النوع انه هو يؤثر على القدرة الجنسية او ضخ الدم اللي داخل العضو الزكري. ده غير انه هو التأثير على التكسير او اه حرق السكر كنوع من النوع الطاقة لجسم بما فيه العضو الزكري. فالسكر بيعمل كذا مشكلة. فاذا الخماسي ضعف الجنسي اول هم السكر. سانيهم ارتفاع ضغط الدم. السالس اللي هي السمنة الناس اللي في في هذه الحالة في المرج زي الضعف الجنسي بيبقى يشبه العمارة. فيه امراض العلاج فيها بيشبه مفترق الطرق. يعني انت ماشي فيه طريق مين او طريق الشمال او طريق في النص او طريق كده. بتنق انت طريق الطرق كلها تعتبر متساوية او يعني زي بالزبط مسلا ادوية الضغط. الضغط اه علاج فيه عامل زي ما تكون انت متشعب في طرق. لكن ضعف الجنسي عمارة. لازم تطلع ع الدور الاول لو ما نفعش هتروح ع الدور التاني لو ما نفعش هتطلع ع الدور التالت. بس بتفوت على دور دور. فهنبدأ بهزي العمارة. زي ما حرج زكرت فعلا هو ما هو الى شجرة بنبدأها من الاول وبننتهي ليه اقصى حاجة فيها. فدائما الضعف الجنسي بنبدأ بالعلاج الدوائي. ده دور الاول. ومعه العلاج النفسي. ده مهم جدا. ده الدور الاول. اه ده الدور الاول. العلاج الدوائي مع العلاج نفسي إذا كان سبب عندي نفسي وخصوصاً الشباب حديث الزواج إن إحنا لازم نبدأ معهم إن إحنا نفاهمهم الصفة التشريحية للعضاء التناسلية إن كتير قوي منهم نتيجة لضعف الثقافة الجنسية عندنا الموضوع ممكن يكون فيه مغلطات كتير قوي وفيه معلومات مش مظبوطة كتير قوي فده بتترسب في الزهن بتاع هذا الشاب غالباً بيعتقد إنه هو غير طبيعي وده بيزيد من التوتر بتاعه والقلق فيفشل والفشل يوالد ومن البعض ضغط النفسي والضغط النفسي يوالد فشل ويدخل فيه الحلقة المفرغة التي نعلمها كلها فدايماً لازم نقعد معهم ونفاهمهم الطبيعيه ويا حبزة إن الزوجة تكون موجودة نعمل 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 معهم عن كابل السيرابي علاج للزوجين ونقعد نفاهمهم الحقيقة الطبيعية إيه والأمور الطبيعية إيه بحيث الأمور تمشي بشكل الطبيعي فده أساس العلاج لازم إن إحنا نعمل ونحط أساس علاج نفس الأول العلاج الطبي بعد كده إن إحنا بنحط الأدوية بتاعة ضعف الجنسي والأدوية دي متعددة وكتير قوي وتغيرت وفيه أنواع جديدة نزلت وكل شوية بتنزل حاجات وكل دواء ليه مميزات وليه عيوب في من اللي بيشتغل فترات طويلة وفي اللي بيشتغل فترات صغيرة فيه اللي ينفع للكبار السن وفيه اللي ينفع للصغيرين فيه اللي ينفع إنه ناخده من غير أكل وفيه لازم نكون صايمين أو معدى فاضية لفترة متعددة وبنشكل الأدوية دي بنختار منها حسب كل مريض لكن من أوصل في النهاية إن إحنا برضو مازال عندنا مجموعة من المرضى ما بيستجابوش للأدوية دي نتيجة إن المشكلة كبيرة تصرف الأوردة ضعف في الشرايين فما فيش أي استجابة في الأدوية غير إن الأدوية أحيانا بتبقى حملة عليه هو مريض سكر أو مريض ضغط وبياخد خمس سبع تمن أدوية وإنت تحط له كمان ثلاثة أربعة فهو مش حملة ده فأكيد مش هيكمل في الأدوية غير إن أدوهم مش هتدي له النتائج اللي هي مرجوة أو المتوقعة والهو يطمع فيها فبنلجأ للحلول التانية نخطي سلمة كمان في الشجرة ونعد العلاج الدوائي نخش في علاج الحقن الموضع حقن الموضع دور التاني دور التاني ده علاج ما بين العلاج الطبي وما قبل العلاج الجراحي ومستو إنه هو علاج فعال جدا مناسب لكبار السن مناسب للناس اللي هم عدوا مشاكل في القلب وبيخافوا دايما من حباية الأدوية وقال لك لا أنا ما قدرش أخد أي حاجة ده أنا عملت أسطرة ده أنا وعملت توسيع للشرايين فدايما بيخاف قوي فده آمن ليه إن إحنا نخش في العلاج الموضعي يعني العلاج الموضعي ده ما هي الأدوية بتوسع الشرايين بتشتغل موضعيا فما فيش أي مشاكل منها وما فيش أي خوف غير إنه فعاليتها قوية جدا جدا فبتدي نتائج كويسة جدا بنعلمهم زي مش على الحقن دي بيستخدموها قبل الجماع مرة أو مرتين أو تلاتة في الأسبوع والمريض دي رتاح جدا معاه وبتدي نتائج كويسة قوي عدينا المرحلة دي أو المريض ما استجابش للحقن دي أو هو مش عايزة أو مش حبيبة بنخش في علاج الجراحي ألا وهو تركيب الدعمات الزكارية دعمات الزكارية فيه أنواع منها كتير قوي نختار منها الأنواع الهايدروليكية أم الديناميكية على حسب كل مريض ودي حلول جزرية وفعالة وهو تنهي المشكلة دي بحل جزري والمريض بيستمتع بقدرة جنسية مدى الحياة ما بتقلش أو تضعف أو تتغير على مدى الحياة بشرط أن أنا أعمل الدعمة دي بطريقة سليمة وأرتب العيان بتاعي وجاهزه بطريقة أمنة بتمشي الأمور سليمة والعيان بيحل مشكلته مدى الحياة الأنواع بتاعت الدعمات دايما برضو مصار جدل علمي ومصار جدل مريضي المريض دايما بيسعد عن أنواع دعمات فيه نوعين رئيسين للدعمات النوع الهيدروليكي أو النوع الديناميكي ديناميكي أو المارين ده نوع مارين مصمط بيتركب في العضو الزكري وبيعتمد في الشغل بتاعه على القدرة بتاعته على الصلابة وتدعيم النسيج كهفي للزكري وده بيبقى ثابت ما بيتغيرش لكن محطوطة فيه حاجة اسمها الكونسيلمينت الكونسيلمينت إنه هو القدرة على الإخفاء قادر أتنيه وافريده بحيث قادر أتحرك ومارس حياتي بشكل طبيعي وعند العلاقة الجنسية قادر أفريده وقدر أمارس به بشكل طبيعي النوع التاني اللي هو الهيدروليك الهيدروليك ده بيعتمد على وجود سائل بيضخ من مغزم معين تحت تأثير بمب معينة أو مضخة معينة فبيدي نوع من أنواع الانتصاب ده ظريف جداً والكونسيلم بتاعه عالي لأنه بيختفي تماماً لكن عيوبه ومشاكل البمب أو المضخات أو المغزم بتاع السائل ممكن دايماً يحصل فيه مشكلة أو خلل تضطر إن إحنا لازم نفتح تاني ونصلح المشكلة دي من جديد فكل جهاز بيبقى ليه فايدة وليه عيب ضيف العزيز الاسم المتميز أستاذ دكتور ماد الدين كمال أستاذ أمراض الزكورة وتأخر الإنجاب الذكري بكلية الطب وطبعاً صاحب الدكتوراه في أمراض الزكورة وتأخر الإنجاب الخاص بالذكور من كلية الطب جماعة الخارجة ورطنا وشرفتنا شكراً دايماً شكراً لكم جميعاً حليكم دايماً مع نزل فرحة الإنسان بسنانه الجديدة بقى كبيرة بتبقى حلو جداً جداً كريستي روبرتس نفس القصة اللي أنا شايفينها دي بس دي قصة مصورة لكن اللي أنا لا أحكى لكم دي قصة حقيقة 27 سنة غيرت سنانها تماماً كانت كريستي تخجل من التصوير تخجل من الابتسامة دايماً بتبتسم وهي عفلة مقعة وده بسير من الناس بتاهم اللي حكي ده في ناس بتتكلم تحس إنها تكاد تكون وطبعاً صعب أولي الكلام يتخيلوا إنه واحد يتكلم كده ساخير أخبارك إيه عمل إيه الحمد لله حشني والله هو بيتكلم وهو طبعاً لما يجي بتسم ده دي الابتسامة هو بيبتسم كده وطبعاً على الفكرة بتفصل غلط يعني لما واحد إنت وإنت بتضحك معاه أوه بيضحك قدامك على حاجة ليه بيضحك كده طبعاً الضحكة دي عندنا إحنا في مصر تعني إنه هو يعني ضحكة صفرة مش خالص من جواه بس هو بيباً كويس خالص كل حاجة مش بتدايق بالعكس ده بيضحك ونفسه تضحك قوي وعجبته النقطة أو عجبته الكلمة والإفئة لكن هو خايفي وليك سنانة كريستي روبارتس كانت كده وراحت عملت سنانها يعني بعد ما عملتهم بتبقت موديل إعلانات وبقت موديل وبتبتسم بقى في كل حتة ورغم إن أنا شايف برضو إن دكاتل الأسام في مصر أشتر من بر يعني أنا أعتقد دي لو عملتها في مصر هتعمل أحسن من كده لإن فيه بتسمة اللي سوية جانبية موجودة عشان أنا بقيت جاهب ده أو في الأسام بغضو بقول كلام يعني حتى ضعيفاتي بتضحك تبقيت فاهم أول أطبع هعيب عليكم اليهاردة هنستمتع بحوار ممتع للغاية للغاية وقبل ما أبدأ بس الحوار وقرباً من إحنا في رمضان كتير فيه أكلات لو كلتوها لازم تخسر السننة لكم على طول السكريات الحلويات اللحوم الدجاج القهوة الفشار زبكة الفول السوداني الأطعمة الحمضية يعني اللي هو زي مثلاً اللي فيه حمض الستريك كلها دي ينصح على طول سبانخ أول ما تاكل الأكلات دي لازم تخسل زننك مباشرةً في رمضان خسيل الأسنان بيقل شوية أرجوكم لازم نخسل سنننا كتير دي فاتل عزيزة المدعة دي إمار تحورها بس الدكتورة إسراء السعيد أهلاً بيك الدكتورة إسراء أهلاً بيك دكتور أمي إيش يا كديد؟ إيش يا كديد؟ ربنا يخليك ما شاء الله ربنا يخليك الأزيابة رمضانية ربنا يخليك الواحد صحيح لما بيكون سنة كده بيجي لك الناس بتضحك لجوه اللي هو أبداحك آه طبعاً بتيجي الناس تضحك لجوه وبتيجي الناس نفسيتها تعبانة جداً وعلى فكرة ما بترتبطش بسن يعني بيجي لناس كتير فوق السبعين وبيبقى يعني فعلاً عايزين يعيشوا وعايزين يبدأوا مرحلة جديدة خلصوا كل اللي وراهم واللي عليهم آه موضوع السن لأ مش مرتبط بالشباب مش مرتبط إن إحنا نقول سن إمتى لأ خالص أي سن بيبقى عايز يبتسم هابدأ حواري معاك النهاردة بسؤال كلاسية كشوية لو أكتر من شكل آه التكنولوجيا أنا ممكن أسأل في التكنولوجيا بطريقة هنا الطريقة العوارنية هي التكنولوجيا أكيد أسرت في عالم طب العسنان عايزين نعرف التكنولوجيا دي إيه وبطريقة تانية أنا لو مريض طب عندي مشكلة في العسنان عايزي أعمل زراعة وتجميل ودخلت مركز لازم أدور على التكنولوجيا اللي أنا أكيد تقول لي إن المكان ده up to date ولو ما لقيتش التكنولوجيا دي أقلق صح؟ هي صح ومش صح يعني ما ينفعش إن أنا أقول إن الدكاترة الupdating هم بس اللي يشتغلوا ولا ما عندهمش أجهزة حديثة ما يشتغلوش لأ بس إنت بتحددها من الدكتور مش من المركز يعني الدكتور اللي يقول لك هزرع بدون أشعة مقطعية ده حاجة مش كويسة لكن فرضا إن المكان ده ما عندوش أشعة مقطعية ما عندوش إمكانية المادية إنه يشتري أشعة مقطعية نروح أعمل ما عليه وحش لأ ما نقولش عليه وحش هقول لك أعمل نقول لك أعملها يبقى الموضوع ما بيتقيمش بالمركز بيتقيم بالدكتور صاحب المركز الليدر بيفكر إزاي بالنسبة للكات كام والسارك برضو أنا مش بقول إنه لازم العيان يروح لمركز عنده السارك يعني الحاجات دي ملايين مش حاجات بسيطة يعني دي أجهزة غيرية جدا طيب إنت ممكن تعمل إيه؟ إنه إنت تقول لدكتور لو سمحت لو حضرتك هتودي الشغل مع مال خليه يشتغلوا كات كام ما يشتغلوش مانيول ليه؟ لأم الكات كام أكتر دقة وأحسن في النتاج بتاعته كتير جدا بيفرق بقى اللي عنده التكنولوجي ملا ما عندوش إيه؟ الوقت الوقت هو العامل يعني مثلا لو جيت لي في يوم وقلت لك طب بروح اعمل أشعر مقطعية وتعلالي إنت كده معك يومين ثلاثة وبعد كده جيت تركب مثلا او تربوش او فينير وبعد كده خدت المقاس بتاعك او واتفر صورت وبعد كده هتستنى الخرط ده هيخد أربع خمس تيام مفيش معمل بيسلم قبل أربع خمس تيام وفيه معمل بتقبطه عشر تيام كمان يبقى أنت كده الوقت يبقى هو المركز اللي عنده الحاجات دي مش معناه انه هو أحسن من غيره بس هو أسرع من غيره دي حقيقة ما ينفعش نخل فيه بقى ودهش وده كويس وده كويس بزبط المهم الدقة في الآخر بزبط المهم الدقة في الآخر بس فيه واحد هيبقى سريع جدا معاك وواحد مش هيكون سريع معاك وده غصب عنه بلاس ان انت لو عايز تظبط حاجة في الكراون مسلا عايز تغمقه حاجة بسيطة عايز تظبط حاجة معينة فيه لو انت روحت المكان عنده الأجهزة وعنده معمل داخلي ده هيدخل المعمل نص ساعة يخلص القصة دي وممكن يطلع الفني أو الدكتوري الديزاينر يأكد اللون تمام هو ده اللي انت عايزه أوكي ياخده ويقوم مدخل الفرد لو ما عمل لأ انت كده هتستنى بقى لما الحاجة تروح وترجع حط على الأربعة سيام الأولانيين أربعة كمال الموضوع بيطول حلوه هروح لدقة التشخيص التشخيص كلمة مهمة قوي في كل المرضى كل الحالات الطبية في طب الأسنان كانت غريبة عند الناس يقولك تشخيص الحال وخطة علاجية هي موضوع كلمة خطة علاجية دي مبدئيا أنا اللي اخترحتها يعني أنا اللي ابتدعت قصة كلمة خطة علاجية اللي هي بالإنجليش treatment plan دي أنا مقتنع بيها اقتناع يعني فظيعة أنا مقتنع إن treatment plan هي اللي بتسقنا لكل المزايا والمشاكل اللي ممكن تحدث مع المريض بعد كده بمعنى إن أنا ممكن أحط لك خطة مقفولة لمدة سنتين قدام يعني مثلا حضرتك هتحتاج الأول تزرع عظم هياخد ست شهور وبعد كده هتحتاج كذا وبعد كده هيحصل كذا الدروس اللي تحتها تحصل فيها كذا هنعمل كذا أفضل أراتب لك sequence بتاعت الوضع كله بحيث إن أنا أعمل لك خطة كاملة إيه اللي بيلخبط الخطة بتاعتي وبتاعت غيري إن ييجي المريض دي يقول لك إيه خلاص يا فندم أنا هزرع والخطة ديت أنا موافقة عليها وأنا من الناس اللي بتمضي consent يعني consent يعني إقرار يعني حضرتك موافقة على الخطة دي وتمضي عليها تيجي يوم من نفذ الخطة العلاجية بتاعتنا يقول لك لا معايش خليلي الجنب اليمين زراعة والجنب الشمال تركيب نقوم إحنا مغيرين الخطة العلاجية تاني وبنغير كل التفاصيل تاني طيب إحنا بقى هنبدأ شغر نيجي نبدأ شغر يوم قالك لا معايش والله غيرلي بقى خليلي فيه جنب متحرك وجنب سابت يقوم من لقبط الخطة تاني تيجي بعد كده يقول لك أي سؤال يسأله بعد كده قوله لا يا فندم حضرتك غيرت الخطة تلات مرات ده ده كان في الخطة رقم واحد طب أنا ليه محصل ليش كذا يا فندم ده كان في الخطة رقم اتنين دي بقى اللي بتعمل المشكلة اللي المريض هل مسموح للمريض ان هو يغير الخطة؟ طول ما احنا ما اشتغلناش يغير طبعا بس المشكلة ان هو بينسى قلنا إيه مزايا وعيوب كل خطة يعني أنا ممكن أعملك تلات خطة وعادة بعمل كل مريض من خطتين لتلاتة هو يختار اللي هو عايزه بناء على المزايا والعيوب بشرح له كويس جدا ييجي ياخد يغير الخطة وعايز مزايا الخطة اللي غيرها ومزايا الخطة الجديدة ما ينفعش مع حضرتك الحالة بتاعتك ما زي التركيبات والزراعة بعمل بالزبط ما ينفعش تاخد دوت وتاخد دم وحاكي إما هتمشي في خط الزراعة إما هتمشي في خط التركيبات ما ينفعش تقول أنا هاخد ده وهاخد يعني هاخد ميزة ده وميزة ده ما ينفعش لازم هنختار حاجة واحدة يعني ما ينفعش أقول مثلا إن أنا هاخد الأسعار المعقولة بتاعت التركيبات بس أنا هعمل زراعة ما ينفعش موئس دراعة ليها سيستم وليها تايم التركيبات ليها سيستم وليها تايم لازم الموضوع متوفق ده اللي بيبوز الخطة العلاجية إن المريض يغير رأيه أكتر من مرة وينسى المزايا والعيوب بتاعت كل خطة لكن في الطبيعي بتاعي أنا بطلع خطتين وثلاثة ده بلس الخطة العلاجية ببساطة بتعتمد على خبرة الدكتور يعني إذا الدكتور اشتغل الحالات المعقدة آلاف الحالات غير لما تروح لدكتور متخصص في كذا فقط هتلاقي إن هو مش عارف يزبط لك الخطة العلاجية هو عايز مثلا هو تخصصه على الجزور عايز كل حاجة تمشي في اتجاه علاج الجزور هو تخصصه مثلا زراعة عايز كل سنة تمشي في اتجاه الزراعة لكن الدكتور اللي خبرة اللي هو سنه يعني أو عادة سنين الخبرة بتاعته كبير شوية ده شاف كل حاجة اشتغل كل حاجة خبرته مش متركزة على الاسبيشاليتي بتاعته أو التخصص بتاعته ده يفيدك أكتر ليه؟ عشان عمل الحاجة كتير قوي فدود بيفيد المريض أكتر ولو عنده التخصصات في المركز يعني عنده المتخصصين يرسلهم المختلفين ده أفضل ده أفضل وأفضل يعني ده اللي هينفذ كل حاجة برحته بقى بالضبط كيف وشوف انت فيه ناحية لي مين مناسبة لك زراعة ناحية الشمال والله أنا شاف إن علاج الجزور والريكروستركشن هيكون كافي مزبوط مزبوط ده بيفرق جدا يعني أنا من الناس اللي أنا متأكده إن الخطة العلاجية هي تمانين في المية من نجاح العلاج بعد كده بيدخل عليه بقى الأجودة بتاعت الشغل والأجهزة والأكيروسي والكل الكلام ده كله جميل ومقدور عليه لكن المريض يبقى فاهم الخطة العلاجية بتاعته وموافق عليها وعارف المزايا والعيوب والتايم اللي احنا هنشتغله ده بيوفر كتير بعد كده علي وعليه إيه الوضع العلمي في طب الأثنان اللي خلينا أقول هذا المريض عنده مشكلة تحتاج إلى زراعة بمعنى يعني ممكن تبقى المشكلة عليها خلاف إنها تتعمل لها زراعة أو يتعمل لها شيء بديل لزراعة آه طبعا احنا عندنا حالات انحصار العظم دي من الحالات اللي محتاجة دكتور عنده خبرة قوية عشان يقول لك الصحة بتاعك إيه ألف به انحصار العظم ألف به إن إحنا بنخلع الأسنان كلها وبنعمل زراعة فكاكان طيب فيه ناس بقى ممكن إن انت تتحايل على الموضوع شوية إن انت تحاول تثبت الأسنان الملاخلاخة بس أنا ما بعملش كده غلا ما بقى انفهيم المريض إن احنا بنتحايل على الوضع علشان ما بتخلعش كل أسنانك مرة واحدة وبقى عامل حسابي كمان في الزراعة أنا بزرع فين وإمتى علشان بقى السنان لو جرى لها حاجة يبقى أنا قريدي الزراعات بتاعتي هعمل عليها فكة كامل يعني مثلا حالة زي كده الحالة دي جاي لي قريدي من غير أسنان وعنده مشكلة في الجيب الأنفي إن هو نازل أكتر من اللازم وهو ما بيقدرش يمشي ولا ثانية من غير أسنان ولا ثانية لإنه شخصية عامل وماقدرش حط أكتر من أربع زرعات وبرده الناس لازم تستوعب الأربع زرعات مش توفير الأربع زرعات ممكن يكونوا أغلى من ستة وسبع زرعات ده بناء على زوايا الميل بتاعة الجيب الأنفي والكسافة بتاعة العظم اللي قدامي تسمح أحط الزرعات فين حطينا أربع زرعات عملنا له أسنان متحركة في الفم بتاعه في نفس اليوم لإنه ما ينفعش ولا ثانية من غير أسنان عملنا له السنان دي دي السبتة بقى بتاعته وعملنا كمان زراعة ثلاثة وقدمنا نسلمه السنان دي شكلها ماتشنج جدا معاه ممشيش ولا دقيقة من غير أسنان أنا كنت مقعدة المعمل يقعد بس علشان يعمل كل الخطوات والمريض ده هتقاعد ليه؟ لأنه ما ينفعش يمشي من غير أسنان قدرت أركب الفك كاملا على أربع زرعات ما خدناش وقت في التركيب لإنه ما شاء الله كان زابط السكر وعنده سكر زابط السكر زابط كل العلاج بتاعه كانت برضو مراته من الناس المهتمين جدا اللعيب الوحيد أنه هو كان كل ما بيك بيقعد معي وقت طويل ليه ما بمشيهوش متضايق أبدا لازم كل حاجة تتعمله حتى لو أنا باخد خطوات على التركيب باخد مقاسية أو بصور كات كام بيبقى المعمل قاعد مجرد أنه أنا أخلص يريح له التركيب على فمه بحيث أنه هو ما يحسش بأي مضايقة ولا مشكلة وعلى فكرة كان بيجي بطيارة وبيمشي بطيارة في نفس اليوم يعني التركيبة على الزرع أنت عندك زرع وأنا حط عليها تركيب صح كده إيه الوقت الأحدث في عالم علاقة التركيبة بالزرع الأحدث على الإطلاق أنه إحنا بنعمل حاجة اسمه سكروري تيند يعني ما بنحطش الزرع بمواد لاسقة إذا ما بنحطش الكراون بمواد لاسقة بنحط بنسبت التركيبة على الزرع بسكروز يعني مسمار إيه ميزت السكروز ديت وعلى فكرة المريض ده برضو عامل سكروري تيند يعني شغال بالمصامير إيه ميزتها إنه هو ساي جي بعد سنة أو اتنين جي قال لي والله أنا عايز أفتح أو أغمى الأسنان بتاعتي أنا أي حاجة حصلت كلت عليها زلطة عملت أشرف سنة من السنان الميزة الوحيدة أو أكبر ميزة prominent أوي إنه أنا بمنتهى البساطة حاجة كده زي المفاكم نفكر المصامير ننزل التركيبة ناخد التركيبة ديت على المعمل أثبت الوضع اللي هو عايزه رجع التركيبة ربط في المكان خلص الموضوع ده موضوع ظريف جدا ما خدش غير بقى ما خدش وقت وما خدش قفرت وما خدش تكاليف غير لما تبقى عاملها بسمنت سمنت يعني مواد لسقة إيه المشكلة اللي بتقابلنا المشكلة إن المواد اللسقة دي بتبقى مسكة قوي في الجزء اللي على الزرعة اللي هو الأباطمنت بيبقى علشان تشيله لازم تقسمه بالمكانة وبتقسطره بترميه يبقى أنت علشان تعدل أي حاجة في الكراون ده هتعمل إيه؟ هتتكلف كراون من الأول وجديد إيه ما بقى على حساب المريض إيه ما على حساب الدكتور فطبعا في الحالتين هي خسارة بس برضو مش معنى كلاني إن كل العيانين هيجوا يعملوا سكروريتين أبلاينسز لأ في ناس كسافة العظم ضعيفة عملنا حاجات كتير اللي سا نفسها مش هتسمح لنا بالسكروريتين إن في مسافات بتتقاس في العظم واللي سا نفسها بيبقى ليها سماكة معينة بنقى نقى 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 بقى كيراتينايز ليه بقى قصة إن إحنا بنقى نقى حاجات معينة في اللقاء طيب ممكن اجي اقولك مش هينفع ان انا اعملك سكروريتين انت هتبقى حالة سيمان تبقى طيب مين اللي هيجايد الكلام ده؟ الدكتور يعني انا مثلا حاليا بعمل اكتر من 95 من حالاتي سكروريتين اكتر من 95 طيب في 5% لا دول هيفليتوا مني ليه؟ لان مش هينفع العظم دوت او كسافة العظم ده او الابريشنز اللي انا عاملها دي تتحمل السكروريتين دايما الناس بتسأل على هل الكلام بتاع الزراع عم مناسب لناس كبار بس؟ ويعني ولا صغيرين قوي؟ الليه تنين ينفع؟ قوي يعني ايه؟ يعني بعد 18 سنة اه يعني انا في حد جاي مثلا 8 سنين 9 سنين والده كان عريزني ازرع روه مش حدث معا كده اه ماينفعش اللي احنا ليس بسن البلوغ اه طبعا لا لا بتكلم على انه برضو الابر ليمت هو السؤال الاهم اللي هو السن يعني ممكن واحد يسن يبقى كبير جدا السن يفكر رجو ما يزرعلوش بص حضرتك السن مش هو الجايد الحالة الجسمانية هي الجايد حالة العظم حالة العظم والحالة الجسمانية الميديكال هستري يعني هي يعني مثلا انا على قد ما تذكر امبارح ما انا لسه زرع لحد 83 سنة فينا المشكلة ولا اي مشكلة خالص بس ما شاء الله كان فت وعندوش اي مشاكل خالصة اي مشكلة ما ممكن يجي لي واحد عندو 25 سنة وعندو مشاكل كتيرة جدا فهي القصة مش في النمبر يعني age is a number ما ينفعش ان هو دوت يكون الجايد بتاعي بس الميديكال هستري بتاعتنا وحالة العظم هي دي الجايد بتاعي انا من الناس اللي بتقول ما فيش حاجة اسمها مستحيل بس في حاجة اسمها حالتك صعبة هتاخد وقت اطول او هتاخد خطوات اكتر ده انا مقتنعة به جدا لكن ابسوليوت لي ما ينفعش نادر بس ممكن ااجل شوي البكتيريا الموجودة في السنان بتلعب دور كبير جدا في زيادة الصداع النصفي الميجرين في علاقة وصيخة جدا بين مشاكل الاسنان والبكتيريا والالتهابات المزمنة في الاسنان وحدوث الصداع النصفي على فكرة الصداع النصفي من اخطر الامرار لنتيجة ان فيه استيميلنت او نتيجة ان فيه يعني مؤثر او خلى ان يبقى فيه قلم القلم بيجيب الاتاك بيجيب الاتاك فممكن نقول ان القلم ممكن يدخلنا في مايجرين طبعا اساسا مواد الكيمياء الموجودة في المواد في البكتيريا هي نفسها تقدر تعمل الايفوك الاستيميلات تنورتين واسعتين برسيه ركتوري شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة